طبعا هزا يوم بعيد اسمحولي ان انا رحب فيه بضيفي واستاذنا استاذ الاستاذ الاستاذ دكتور حسن موافي هزا يوم بعيد يا باشا وخطوة عزيزة كلمة متلازمة يعني اعتقد انه واحدة من اصعب الحاجات في السخافة الطبية اه متلازمة يا ايمن يعني واحد بيتكرر ومش عارفين له هل يعني واحد شوفناه تخين وضغطه عالي وعنده سكر فتلازم التخط مع الضغط العالي مع السكر مع خطوط حمرة ببطنه لكن مش عارفين له حل لكن اتكرر يعني شوفنا المنظر ده تلاتين اربعين مرة فتوصف بانه اللي وصفه حتى اسمه وحتى اسمه كمتلازمة يعني مثلا قال كوشنج سندروم ده سندروم طب لما نعرف سببه ايه لما عرفنا ان سبب التخط والخطوط الحمرة للبطن والضغط العالي ده كورتزون عالي تحول من كوشنج سندروم الى كوشنج ديزيز يعني بقى مرض كوشنج ما بقاش متلازمة كوشنج فمتلازمة اعتقد انها بتختفي دلوقتي لانه كل الحاجات تقريبا اتعرف سببها تقريبا يعني مفيش مرض دلوقتي الا السرطانات وكده دي لسه متعرفش انما معظم بقى ليش كله معظم الامراض عرفنا سببها ايه فاللي احنا نتكلم فيه النهاردة متلازمة كانت كانت متلازمة طب بتقولي ليه كانت لان التورم النفروزي ده عرض وليس مرض يعني ما اقول فلان عنده نيفروتك سندروم اللي هو التورم متلازمة التورم النفروزي ليه عرض؟ لان فيه مليون حاجة بتعمله يعني اكثر من مرض ممكن يسبب هذا المرض عشان كده هو لازال لازال متلازمة لازال سندروم لماذا؟ مش لان ما عرفناش سبب لان اكتر من حاجة بتعمله عايز الامور تبقى واضحة ان ده زي واحد عنده صداحة هل لما اقول فلان انت عندك صداحة انا شخصته اطلق جايز يكون ورن في المخ جايز يكون ضغط عالي جايز يكون عصابه وتعبانة جايز اي حاجة فهو التورم النفروزي كسندروم او كمتلازمة له اكثر من سبب وبالتالي ما زال سندروم ما هو التعريف الخاص بها؟ ليه تعريف مميز قوي التعريف ان التورم النفروزي هو مريض توفر فيه الاتي توفر فيه الاتي واحد مر مر عديمة عديمة شديدة نمرة اثنين نقص في بروتينات الدم حيبو بروتينات نمرة ثلاثة وجود زلال في البول بروتونوريا بروتونورا اربعة ليست شرط في التشخيص ان وجدت شخصنا وان لم توجد شخصنا برضو وهو ان خلل فيه دهون الدم الكوليسترول ودهون السلسائي فيبقى هو مكوم من اربعة لكن الربعة ما هيش اساسية للتشخيص لازم يكون مورم عشان اقول تورم نفروزي لازم يكون نقص الزلال في الدم عشان اقول ده تورم نفروزي ولازم ظهور زلال في البول ده مهم جدا جدا الرابعة ليست شرط is not essential feature في السندروم وهي تغير بروتينات دهون الدم سواء الكوليسترول او الدهون السلسائي هو السؤال اللي بيطرح نفسه كيف يحدث التورم في هذه الحالة ميكانيزم التورم ايه اساسية؟ ميكانيزم التورم عايز يعني ايه الناس تركز معه كويس جدا يعني ده شريان وده وريد ودي انسجن طيب الشريان جاي بدم انا عايز امثل الشريان ووريد للناس اللي هي مش لكاترة ببيت جاي فيه مية ولازم تخرج اللي جاي بالمية البيت مصورة مختلفة تماما عن المصورة اللي بتطلع عالمجاري اللي جاي المية دي ومية مظيفة وحلوة وكل حاجة ده الشريان والوريد هو المصورة بتاعت اللي بتسحب المية تطلع حضر فده الشريان وده وريد طيب يا فرحتي اذا فضل الشريان الحاجة جوه واختلقت على الوريد رجعت تاني طب انا كأنسجن استفدت ايه؟ فلازم محلول او سائل من ناحية الشريان يطلع تمام؟ وبعد نرجع اخده تاني الناس اللي لابد هنا تقول سبحان الله فعلا سبحان الله ايه اللي بيطلعه و ايه اللي بيسحبه اللي بيطلعه هنا الضغط لان الشريان ضغطه عالي فيروح طارد المية المية دي فيها كل حاجة اللي انا عايزة فيها السكر وفيها الفيتامينات فيتامين بيو سيو كل ماء سوديوم بوتاسيوم فالانسجه تستفيد طب والمية الشريان الوريد يشدها بايه؟ بالزلال بالزلال يبقى انا بطلع مية من هنا بالضغط وبسحبها من هنا بالزلال يبقى مش هورم ما معنى توريما ان الواحد ورم ان المية اللي طلعت ما تسحبش تاني ده التوريب او واحد مورم رجلي مورمه او وشه مورق هو شريان وريد شريان بيطلع دم مية مش دم والوريد يسحبها ايه اللي بيسحب؟ الزلال عندما ينقص الزلال في الناحية الوريدية يفشل انه يشد المية اللي طلعت فالانسان يبتدي يورق يبقى التوريمة او توريمة الرجل او الوشة او كده نتيجة نقص الزلال في الناحية اللي في الوريد تقول لي طب هو المريد ماروش ضغط يطرد مية لا ماروش ضغط ضغط واطي جدا طب الزلال مش موجود في الشوير الموجود بس ضغط الدم هو الاقوى انت عندها قوتين واحدة بتسحب واحدة بتدفع في الناحية الشريان اللي بتدفع الاقوى وفي الناحية الوريد اللي بتسحب هي الاقوى طب هو السؤال اللي بيطرح نفسه هو لب الموضوع ليه الزلال نزل في البول اه برافو اه برافو هو ده الباسولش هي ده المرض اي مرض يصيب الجولوميروس اللي هي الجولوميروس في الكلة كبايبة كبايبات الكلة اي مرض يصيبها وهي مقفولة كده يوسحها بحيس ان الزلال ينزل بقيت نفرطة بقيت متلازمة التوارب النفرطي يعني هي اي مرض ما بقولش سين او صاد او عين المرض اللي يقدر يأثر على الكبايبة دي خليها تنزل هي ما بتنزلش الزلال الطبيعي ما تنزلش لا يمكن اذا نزل الزلال فيها خلاص هيبتدي ينزل في الدم ينقص ويظهر في البول وتبتدي القصة كلها اذا احنا نرقا فين قدام كلمة بروتونوريا فقد بروتينات طيب ما فقد البروتينات ده في الحالة دي اللي هو انواع صح صح هلا تفقد الصغير ولا الكبير والصغير صح الفكرة انت مذاكر كله والله الحوار مع واحد مذاكر مريح 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 جدا جدا عندك مصفة عندك ايه مصفة فيها فيلة وصرصير فيها فيلة وصرصير لو السقب يفوت السرصار فقط هيفوت السرصار فقط ده نوع من انواع الفقدان الزلال خلاص هي مصفة بتفاوت زلال صغير لكن مية في المية لو السقب بتاع المصفة يفوت الفيل مية المية هيفوت السرصار خلاص يبقى لو السلالة الكبير نزل وشفته يبقى مية في المية صغير ومن هنا كانت سيلكتف ونن سيلكتف سيلكتف يعني اختارة بروتين واحد وهو الصغير نن سيلكتف يعني كل البروتينات بتاعتي تعتمد على الفتحات اللي بيعدي منها البروتين اذا كانت فتحات صغيرة هتفوت الالبيومين بس الالبيومين ده نوع من البروتينات موجود في الدم طب فوت الكلوبين الكبير يبقى مية مية القلبي من نزل مهن فوتها الفيل يبقى السرصار حينزل معها يبقى عندي نوعين من الزلال يا سيلكتف يا نن سيلكتف سيلكتف تقولي طب التأسيمة دي نزيتها ايه يعني اقولك اقدر اعرف العين هيخف اسهل ولا السيلكتف يخفه اسهل من نن سيلكتف انما هي مناش قيمة كبيرة سيلكتف يعني اختار بروتين صغير عدة ا imbalanceيام كل بيعدي يبقى اسوأ شوي دايما بشبه الحالة دي يا بابت ليازمة التوريهم من نفروزي في حال التقضى البروتينات انا عاملة زي انهيار البورصة انا adaptهار شركات فهنا بروتينات الدم لما ابدأ τι هي عاملة زي انهيار البورصة بس انا لها اعتراض واحد بس لو قلتلك ما عرفش عني بورصة تصدق والله العظيم والله العظيم ما بجزب ولا عرف عني سنة ولا ولا سنة بنيسين ولاقي ناس منهارة ورد بورصة عظيبة عني ما عرفش عني بورصة خلص فه لا على عصدي اقول انه الرابط الطبي ايه انه لما نيجي مبص البروتينات بتاع التم لما اتقل هلاقي انواع مختلفة من البروتينات ايشي واحدة تعمل لي انيميا واحدة تعمل لي تجلط. فهي ديت كاني شركات متنوعة انهارت. انهارت. اه. يعني فواتان البروتين مش بروتين واحد. ده انا باخد يعني زي ما انت جبت السيرة. يعني انت بيفقد الجلط. اه. تقولي الله. لو واحد عنده كلا وبيمورم. ايه لي خليه جلط. فقدان بروتين مسؤول عن سيولة الدم. اه. فهينا انواع مختلفة من البروتين بتقل. بتقل لي البروتين. كم نوع من البروتين ممكن اقل في الدم؟ اه. كل. اي حلو. اي رقم حرضك ايسه. بس هو المشهور جدا ومعروف جدا الالبوم. الالبوم فقدانه في البول وقياسه في البول مهم جدا جدا يعني. الالبوم ترانسفرين. كل حد. اه. حدس وراء حدس. اه. كل ده. تشخيص الحالة دي. يبدو سهل. لكن احنا بنواجه بواقع انه كتير من حالات بتفلك في التشخيص. التشخيص لو عايز تسقط واحد. لو مزاجك يعني. تسقطه هد له حالة نفرطه. لان اولا تعال نرجع للتعريف. هو مريض. مورم. زلالة دم مواطي. البروتينات في البول زهرة. الكوليسترول عالي. بص في الاربعة دول ايه الاكلينيكي. واحد بس. يوار. الباقي معمل. مم. يعني انا ما اجيب واحد احطه قدام طالب. اقول له ايه ده. يقول لي ان فرطك اسقطه. عارفت من ايه. عشان مورم. عشان كده لازم يبقى التدريج بالكتر. يقول لي ده راجل مورم. اقول له براف عليه. خلي بالكم التلامزة خلي بالهم كويس جدا من اللي بقوله. ده راجل مورم. اقول له براف عليه. يقول لي كون واحد يورم لاحتمالات القتائلة. كون واحد يورم في الطب اولا ان يكون قلب. اقول له طب ده قلبي يقول لي لا. اقول له براف عليه. اذا المريض ده مش قلب. هو مورم بس مش قلب. يقول لي صح. يقول لي تاني واحد يورم الكلة. المتأسف الكبد. الكبد لما يورم. بيعمل استسقى. ده مش كده. ده مش كده. ده مش كده. ده رجليه ووش اللي مورمين مش كده. الكبد عشان يورم لازم يكون الكبد فشل. يبقى عندي صفرة. يبقى عندي نقط حمرة سفايدر نيفال. ريحة بوقيه مختلفة. وده مش كده. اقول له براف عليه. عشان يورم ممكن نيوترشن. واحد ما بيكلش. واحد ما بيكلش. واحد ما بيكلش. بس هنا بقى فيه نقطة يعني تدحك شوية. زمان كنت اقول له طب ما يقول لي لايب ما. ده لا يمكن يكون نيوترشن. لا يمكن يكون من سوق التغذية. اصله دكتور. دلوقتي العكس يقول لي. ده اصله مثلا بيشتغل ميكانيكي سيارات. بقى لا يمكن يكون عنده نقص تغذية. فيبقى نمرة تناتا اللي يورم نقص التغذية. انا تغذية البروتينات. مش اي نقص تغذية. لو نقص تغذية شديد جدا. بتنقص البروتينات. ما انا كل القصة عايز بروتينات الدم ما تنقص. في القلب. الضغط الوريدي زاد. فورم. في الكبد البروتينات نقص. لان اللي بيعمل القلب هو من الكبد. في النقص الغذاء ما بيكلش ما بيكلش بروتينات. او ان يكون كله. هو ماشي بالترتيب. يبقى ده له كبد ولا قلب ولا نقص غذاء. طب ده كله. كلا يورم في حالتين. ده سأل سألهم. يعني فروتيك هي نفريتيك. بس. النفريتيك وورم قليل ضغطه عالي. نيك فينز كونجست. النفريتيك ضغط طاق عادة نورمل مورم زيادة ونيك فينز فاضي. ما عادة في حالتين حاب اقوله. قدي الوصول للتشخيص كده. انما اللي يحطيلي عيان. وعارف ان نفريتيك فيها جاي. يسأله انا في الامتحان العين ده يقول نيفريتيك سقطه. ده ثلاث تربع التشخيص معمل. يقولي لما يقولي اه ده غالبا غالبا. اقوله بقى ابعت عينة بول. ابعت عينة دم نشوفه. انما ممنوع اطلاقا ان يخش في التشخيص مرة واحدة كده. تبقى مشكلة كبيرة يعني. ده ده التشخيص الاكلينيكي. كيفية التشخيص الاكلينيكي. استبعاد القلب كسبب للورم. استبعاد الكبد كسبب الورم. استبعاد الغذاء سبب للورم مهم جدا. والمحصور في الكلاة. الكلاة تورم بطريقتين لا ثالثة له. اما هيبقى واحد نيفريتيك اللي هو احنا اتكلم عليه ان شاء الله في حلقة خاصة. او نيفريتيك اللي هو التورم والنيفريتيك. ده ورم بسيط وضغط عالي. واوردة محتقنة. ده ورم كثير ضغط تقريبا مش عالي قوي. واوردة فضية. ما عادة في حالتين. ايه الاسباب اللي تعمل. كتير. سكر. السكر احد الاسباب المهمة جدا جدا. انما الاهم اللي هي التغيرات البسيطة في الكوبايبة. بتخلي البروتين ينزل وتعمل هذا المرض اللي سخيف. اه. ميني ماليشن جولميل الفريتس. اه. وميمبرنس. نوع برضو تاني. اه. 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 السكر. اه. ضيبيتس. السكر بيعمل. مهم قوي يعني. عشان برضو فيه تنافس دلوقتي بين شركات الادوية. مين اللي حجب لنا الدوة اللي انا حكلم مالي ده. مهم. انا عندي الكوبايبة. شريان داخل كبير واسع وديق. فعمل ضغط عالي. مهم. فمعروف ان السكر بيصيب الاوعية الدموية كلها بالتصلب وضيق. مهم. شرعين القلب بتصاب بتصلب وضيق في السكر اسرع من اي حد تاني. مهم. شرعين المخد صاب بتضيق وتصلب. اسرع في السكر. الرجلين. وكل. طب هم اتنين بيصيب مين؟ بيصيب اللي طالق طالهم. فيزود الضيق. مهم. فالضغط الكوبايبة يزيد. طب ما ده نعمة. قولك لأ. ما يزيد قوي حينزل بروسين معا. مهم. فده اه في السكر. مهم. ليه شركات الادوية النفس. مين اللي هيجيب دوة يشتغل على ده ومشتغلش على ده. مهم. انا لو اشتغلت توسيع اشتغلين حوسع على اتنين. هيبقى ده وسع وده وسع. انا عايز اوسع ده وسيب ده. مهم. عشان الضغط يعود تاني. لما كان عليه في الكوبايبة. مهم. فده من الحاجات. عشان كده مريض السكر. من التحاليل اللازمة. اللازمة يعملها. زلال في البول. مهم. بانتظام. ليه. ظهور زلال في البول. يساوي. فشل كلوي. وانطال الزمن. مهم. وانطال الزمن. عشان كده العلماء ابتدوا. يقول لك انا هستنى لما الزلال يبان كده. ده انا هعمل المايكرو. المايكرو. يعني اقل كمية زلال الحق. لماذا؟ لان دي ظاهرة مش حلوة للكلة في مريض السكر. مريض السكر لا يجب ان يكون فيه زلال في بول. في بول. اذا ظهر الزلال في البول فده بداية ان الكلة تقصرت وساعات تصل الى درجات كبيرة. مش بنخوف مرضى السكر. دي حالة نادرة جدا يا اخوان. حالة نادرة جدا يعني. ولازم السكر يكون منضبط. اه. اروح للابحاث. ايه الابحاث اللي اسم العمالية؟ بتح يبقل الارقام واحد. الكمية بتبقى طبيعية. كمية من لتر ل لتر نص هي هي. الكسافة النوعية قد تعلى حاجة خفيفة لوجود امينو اسز. البروتين ما يغيرش الكسافة. لكن فيه بروتين ما يتكسر اللي هي الاحماض الامينية قد تعلى الكسافة بتاعت شوية. اهم حاجة نشوف الزلال. والزلال مفيش حاجة اسمها بلاس 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 مفيش حاجة اسمها زائد زائد. بطل الكلام تقولهولي بالجرام. تقولي اربعة وشرين ساعة جاب تلاتة جرام. اربعة وشرين ساعة جاب اربعة جرام. ليه ايمن؟ عشان الفل قط. انا حبتدي العلاج. تمام؟ بيتحس انه لا. حتش عارب. تحس انه لا ده بالزلال. كان خمسة جرام بقى ثلاثة احمدك يا رب. كان سبعة جرام بقى اربعة. كان ثلاثة بقى صفر. فده مهم جدا للمتابعة. لازم رقب. ما يقوليش زائد 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 دي خلاص. اهم. فبنشوف الزلال في البول. وبنشوف كسافة البول. وكمية البول طبيعية. لان ما فيش مشكلة في الانبيب. مشكلة كلها في العلاج. العلاج كورتزون في بعض الحالات. يعني في معظم الميمبرانس والميليمال ليجن كورتزون بيصلح البروتونورية جدا. طبع اصلا البروتزون ممنوعين في مرضى السكر. اهم. والامايلويت. دول ممنوع فيه. في ناس بقى يعني زمان كده يقولك ادي كورتزون. اذا الزلال زادة وقفوا. الزلال زادة في البودة وقفوا. اذا ابتدى يقل لي بقى انا مشي صح. وقسموا العينييني. ناس بتستجيب وناس لا تستجيب. مش صح قوي كده. لان في معظم الحالات بنحتاج يا ايمن عينة كلها. اهم. في معظم الحالات. نخش بابرة ناخد عينة كلها. اقول لك المرض ايه. اهم. دي دي مهمة جدا يعني. يعني انا كان فاكر باش زاكر زمان في كتاب اه كلا اسم دورنر. كان اول كتاب تكست الواحد بيعتزي بيا دي. يقول لك دي دي كرايم. جريمة. جريمة. تتريت من غير عينة انت بتعمل جريمة. اهم. لي انت جايز ده اميلويد رتيلو كورتزون. جايز ده كزا وكزا. اهم. 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 ما الاميلويد بياخدش الكورتزون. نمنوع. اهم. وانت قضية جايزة لاخر الحلقة دي. هي قضية التفاول. تفاول اه انا جايب لك ايات دميلة. اه اه اه. ليه بقى. دي مش قضية دي. دي مش قضية. سندروم. دي بقى نقولها بمناسبة العام الجديد. وخصوصا انه الناس احيانا بشوف انها بتعول على اشياء معينة للتفاول. يعني ايه. قطة. قطة مسلا. ايه خط منها. شوفت فلان. اه. 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 فشل حاجة معينة. يرمي الكلام على. وش فلان. يقولك معمولي عمل. معمولي السحر. ولو احنا عنكرنا. او يعني قلنا لا. يعني سحر ايه بتاع ايه. والكلام دو. اه. انت بتنكر ما هو معلوم من الدين. بنتقول. انا عايز ارد على الناس دي. اه. في نقطة كده. وحضرتك انا سمعت بن حضرتك ان السحر علمه قد اندسر. برافق دي منك انت. يعني هاتلي بني ادم فينا دلوقتي يقدر يحنط جثة زي قدمانو صديق. قدمانو صديق. قدمانو صديق. قدمانو صديق جثة وقعد سبعة تلاف سنة. خلي بالك من رقم. سبعة تلاف سنة. الجثة زي ما هي محنط. هاتلي واحد يعمل كده. اذا. علم التحنيط. علم اندسر. اه. خلاص. السحر زخر في القراءة. يتعلمون به. اذا. هو علم. بس مدثر. مدثر يعني. يعني نزع من الامض. خلاص. اه. ربنا ارحمنا من هذا. ان انا اعتقد كده والله اعلم طبعا. اه. ده علم مدثر. فحكاية انا تفائل وتشاقم. لا. تفائل ولا تتشاق. يعني اه تفائل. انك شفت فلان الصبح. تفائل. صح? انما شفت فلان تتعقلتني اعتقد ده حرام. حرام تماما يعني. يعني انت ظلمت فلان ده. انه وشه ومش حلو وكده. وده طبعا ما صحش. ايات الكرآن اللي ابتدوا للتفائل. اه دي جميلة جدا 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 جدا. يعني انا فيه كذا اية كده. طبعا فيه طبعا ناس جماعتهم وكده. بس عجبوني جدا في حبت اقولها للمشاهد بمناسبة العام الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدري. لعل الله يحدث بعد ذلك امرها. اية جميلة جدا. جدا. عارف دي ذكرت فين يا ايمن. عشان الناس تقولك الاسلام مش اسلام. ولي بيدعو ان ده احنا متخلفين. هم اللي متخلفين. الست لما تطلق ما تخرجش برة بتها. طب فترة العدة. ده بامر ربنا. ما يخرجش ولا تخرجهن ولا يخرج. لا هي تخرج ولا تخرج. الاية دي تقلت فيه. لعل الله يحدث. هي صالحها. جايز يبسها. يطبطب عليه خلاص. رجعت مراته. بص الشياكة الاية. لا والالفاظ اللي ربنا اخترها. لعل الله يحدث بعد ذلك امرها. حاجة هتحصل ترجع البيت كما كان. ولسوف يعطيك ربك فطرده. فيه احلى من كده. اي نعم. دي تقالك للرسول. انما هي اية من اية القرآن. ممكن جدا جدا تطبق على حد فينا. طبعا. ولسوف يعطيك ربك فطرده. ان مع العسر يسرى. ان مع العسر يسرى. تخيل ربنا اشترط ان العسر معها يسر. حتى العسر التاني بين يسرين. زي ما قال العلماء يعني. بص الرسول كان بيقول لسيدنا ابو بكر. لا تحزن ان الله معنا. اي اتنين يتزنقوا. اي واحد يتزنق. ما تقلقش. لا تحزن ان الله معنا. فيه اية الناس بتكررها بس الشق الاخير منها هو الممتع. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. بص بقى الشق ده بقى. والله يعلم وانتم لا تعلموا. طيب انت ليه? يعني انت زعلان ان حاجة حصلة. مش فهواك. ليه? ما انت بتعرفش. ما انت بتعرفش. الله يعلم دي احلى حتة في الاية والله يعلم وانتم لا تعلموا. لان هو هي الجزء الاول والتاني في الاية ده ده جزء احنا بنشوفه. اه. وعسى انت اكرروا وعسى انت تحبوا يعني. لكن دي بقى. لكن هي وده جزء اللي احنا بنعرفوش. سر بقى. ده سر. الله يعلم وانتم لا تعلموا. لقوا في المطلق. والله يعلم ان هو الوهيد اللي يعلم. لا لا لا. لا لا. وانتم لا تعلمون في المطلق. في المطلق. اه. ما تعلموش حاجة. واصبر لحكم ربك فانك باعيوننا. شو بتقال الرسول. انت في فعل. يعني انت في عيني. في احلم من كده. يمكن ربنا يوعدنا بهذه الكلمة. في اي مثلا حاجة ان يتزنق فيها. ولي قال ربكم ادعوني استجب لكم. اذا يعني. زي انا بقول لي واحد. طب قولي بس. انا هعملك اللي انت عايزه. بس قولي. يعني انت اطلب. وانا هعملك. وقال ربكم استو. ده هو اللي بيطلب مننا يكون. وقال ربكم ادعوني. وفي اللغة العربية كمان فيه جمال قوي هنا في الله. ادعوني استجب. يعني لا في حرف. ولا في كلمة. يعني ما فيش. ادعوني ما هيكلمون. يعني الناس تقول ايه تفكر كده. ادعوني فسوفا استجب. لا. ما فيش فسوفا. لا. ما فيش. فاستجب لكم. ما فيش الفاء. ادعوني ولا. ما فيش. واستجب. لا ده ادعوني استجب. يعني. بص يا ايمان هقولك حاجة جميلة لبعض الناس اللي هم برضو بينحرفوا شوية كده. ربنا سبحانه وتعالى تعالى. كرر يسألونك اكثر من مر. يسألونك عن المحيط. كل هو اذب. خلي بالك من كل. يسألونك عن اهلة. كل هي موقيت للناس. يسألونك عن الروح. كل يسألونك. بعد يا كل. اتفقنا. اربعتاشر مر. معدى واحدة. واذا سألك عبادي عني فاني. ما فيش قل. اه. ما فيش قل فاني. يعني. ما فيش حد وسط بيني وبيني ربنا. اه. اذا سألك فاني قريب مني. والفاء فاء التعقيب اللي هو على طول. في الحاجة. اه في الحاجة اه. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. في احلى من كده اخونا. المضطر اذا دعاه. اه. بس خليك مضطر ويدعي وانت حد. اه. ان الله على كل شيء قدير. يعني ما فيش حاجة تعجزه. اه. ما فيش لا. زي من العام يقولك ما فيش حاجة كبيرة على ربنا. اه. وهو علي هي. وهو علي هي. اه. وقالف بين قلوبهم. لو انفقت ما في الارض جميعا ما قالفت بين قلوبهم. ولكن الله قالف بينهم. انه عزي الحقيق. ممكن جدا جدا. ناس في خلاف شديد جدا. هو ربنا اللي حقل بيتهم. لا صلح ولا مجلس ولا اي حاجة. وربنا قادر على هذا. يا ليه ذكرت بين الانصار والمهاجرين. يا سلام. ليه ذكرت بيننا. تخيل تصل. كان بينه من بعض خلافات قبلية قدير. انت تخيل انك ناس داخلين عليه. اه. اه. اهل المدينة في ناس داخلين عليه. تصل بالرسول عليه الصلاة والسلام. الروعة والحكمة ان يخلي المهاجر الانصاري يعرض عليه زوجته. يقول له اختار واحدة طلقها لك. مين يعمل كده. غير الالف بين قلوبهم كائلا. لان لو كانت صرف اللي على الارض كله. ده ربنا العمل مش اي حد. وعسى ان تكره شيئا ويجعل الله في خيرا كثيرا. جايز انت تكره دي وتلاقي الخير كله فيها. والاية دي فيها اعجاز في كلمة كثيرة. كثيرة. يعني انت كاره. نعم. ويجي فيها مش خير. يجي فيها خير كتير. كتير كمان. يعني شو عشان تعرف ان احنا ما نعرفش حاجة خالص. ولا تيئاس من روح الله انه لا يئاس من روح الله الا القوم الكافرون. تخيل انت لو يئست حطك مع الكفر. لو يئست حطك مع الكفر ربنا سبحان الله. فهذا جميع. قل يا عبادي الذين اصرفوا على نفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. تخيل بقى اصرفوا على انفسك. اصرفوا. يعني انت عملت اللي ما يعمل. لا تقنطوا من رحمة الله. فالله هيخبر ذنوبه جميعا انه هو المطفور الرحي. دي دي بقى يعني دي هتكون اخر ايه النهارة هنتكلم فيها. في واحدة فصبر جميل والله المستعانه على ما تصفون. لما سيدنا يوسف اختفى عن ابوه فصبر نفسه. قال فصبر جميل والله المستعانه على ما تصفون. بيقول لأولاده التميين. هو عارف ان حصل حاجة مش حلوة يعني. بس يعني شوية ايات ما شاء الله ما شاء الله. بس المهم تخش في قلبنا ونعمل بيها يعني. مفيش واحد ما بيغلطش. مفيش واحد ما بيغلطش. خالص. خالص. كل ابن قدم خطاء وخير خطاء. وبالتالي احنا يعني ايه لو ناخد دول في بداية العام. هتبقى حاجة حلوة جدا جدا. كل سنة انتطاية. طيب افنا. وعام سعيد ان شاء الله عليك. وعلى كل الامة العربية والاسلامية. اخوانا المسيحيين. وكل يعني كل من يعيش تحت مضلط هذا الوطن. الوطن العربي كله. وكل المسالمين المحترمين في العالم كله. يعني الناس بقى العدوانيين دول لا يعني. انا في واحدة مستلماني. قبل كل السنة الميلادية. انا يا دكتور حسان بحبك وبموت فيك. طيب يا سنتي حبيني وموت فيك. وخيف عليك من جهنم. طيب قلنا لي. تقول لي اوعى تقول لي مسيحي كل سنة. لا لا لا. واحدة من. لا من ايهم ياه. كل سنة اقول لها نفس اللي جاء بقول لها. طيب انا ربنا اداني حاكتين. استغفر. سمح لي. اولا. وحلي لكم طعام. زيكل في بيته. الفرد عزمني يوم سابعة. اه. هل ممنوع ان الجوزة مسيحية؟ لا طبعا. ازا كان الرسول الجوز سنة. ازا انا الداني الاعلى. حيمنعني من الاقل. كيفة؟ والله الناس يعني. يعني بزعل لما اسمها كنت. طبعا يقول لك انا شاركتك. لما تقول له كل سنة طيب. يبقى انت شاركت دينه. طيب انا واحد اتجوز. بقول له مبروك. شاركت في مراته. ايه. ده مفهوم. لان ده شغلنا. لكن احكامه في الدين واحكامه في الحياة الاجتماعية. ده كان شيء كبير ومهم. يا ايمن الصلاة وهي اهم عبادة عندنا. اهم عبادة. ذكرت في القرآن تقريبا تسعين مرة. خلي الناس تعد. افا لا تفكرون. افا لا يعقلون. افا لا يبصرون. اي اعمال العقل. ذكر كم مرة؟ اه. ده مفيه صفحة. اعمال العقل في ديننا. مهم جدا 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 جدا. واعمال العقل السليم. اعمال العقل المبني على اسس علمية صحيحة. هو نحعمل العقل وفتيه. اه لا اصلا. انا مش مصرح ليه بالفتوى. بس هشغل مخي. ولما شغل مخي هسأل. هروح لرجل دين. اقول له انا بفكر صح ولا غلط. يقول له لا غلط. خلاص انت. اه. كالعادة يعني نورك بيضع على كل الانوار. الله يخلي. استاذنا الاستاذ دكتور حسان موفي كان في المسال هلو. خليكم عن المسال هلو. اهلا بكم. النهاردة لقاء طبعا من فراز خاص. النهاردة لقاء متعة خاصة جدا في عالم العيون. قصة مسيرة النهاردة. لكن خلينا اقول لكم. انه اكيد اكيد النظر مهم جدا. واكيد اكيد برضو ان النظارات او النظارة التطبية. شيء لبعض او لكتير من الناس موزاكة. لبعض الناس. مش اقول ان كل ناس فيه ناس تهب شكلها بالنظارة. لكن النظارة السميكة محدش بيحب شكله بيها. اكيد. محدش بقى يا ممكن النظارة لو ايه يعني رأيه اكيد او الشياكة ماشي. لكن النظارة السميكة. لا. لا شخص. والنظارة طبعا يعني لما حد مسلا يلبس نظارة سميكة وياخد النظارة. هو ما بيشوفش شكله. هو بيشوف شكل النظارة. لو بيشرب شئ او قهوة في مكان او بيشرب شئ او قهوة هو سيء. هيتبخر في النظارة تبقى انصيبه سؤولي. لو بيشتغل شغلانة معينة والحر وبتاعه لابس النظارة. بخارت الدنيا النظارة تقفلت. لو اختلف النظارة اختفت. خاص انا بدور على النظارة على النظارة ما لقيتهاش ضاعت الكسرت نسيتها في حتة اليوم وقف عند الحد ده كمان من الدارة للأسف في كل المجتمعات لسه شايف اعلان اه او يعني كلمة لحد اجنبي امريكي تقريبا امريكي ليس بريطاني بيتكلم تقولك مش معنى ان انا بلبس نظارة ان انت تتري عليه ده في حاجة في يوم معين لعدم التنمر بلابس النظارة فاذا النظارة في السماكات او في درجات العالية تبقى قاسية للغاية خلينا نفهم ده النهاردة حد دينا قصة مهمة جدا قصة مش عارفة لخصاركو لان ما يفعلش تلقص لانها قصة طويلة قصة استقرقت سنين وقصة مشاكل العينين لما تستقرق السنين اذا ستستمع الى العديد من الحكايات من المقاسي ربما من المواقف يعني لما الامور تتصلح بتبقى المواقف دي لما تتبعث على الكوميديا شوية لان القلاص بافتكرة على انها ده ايام وراحت لحالها لكن لو ما كدتش تصلحت ما هتقدش ابدا انها كانت هتبعث على ان الاضحية هتبعث اكيد على الحزن نهاردة اللقاء من قصة خاص دايما اقولت مع ضيفي العزيز المبدأ دايما اللي بسعد جدا باستضافته واكيد يعني واحد من الاسماء اللي احنا بنوديل لها بالتفاوق انتو عارفين ان احنا اخترنا افضل برنامج الحمد لله طبي الى الفين وتسعة عشر ده واشواش اخترتنا فيه ده شكرا لهم طبعا لكن اه 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 الجمهور بتاعنا هو اللي اخترت هو اللي صوت اعتقد انه صوت مش لي انا ولا للبرنامج ليه ضيوفنا في الاساس كمان واحد من الناس اللي شالت على عطقها هذا البناء في عالم العيون استاذ دكتور رحمد عساق اهلا بيك اهلا وسائل واهلا بناس الحلوة والف عبروك الله يبرك بيك وبروك ليك الله يخليك ربنا يجب يا البرنامج بيك وانتو يعني لا شرف لينا ربنا يخليك النهاردة معنا يعني ضيفة طبعا عزيزة عليها جدا واسعيد بانها جات النهاردة استاذة اسماء قب ازاك اسماء اهلا بحضرك يا خبير ازاك سحيطك الحمد لله خير اسماء من الناس الطيبة جدا الناس الهدية اللي ساعدتي جدا باللقاء حتى قبل ما انت تدخل داخل السلامة عليها اجمل عاجة في سلام الناس علينا اننا بيعرفيننا اه طبعا طبعا عرفين اه طبعا وده احسس يعني جميل اوه الاول تحب نبدأ بالماء البيضاء ولا نبدأ باسماء زي ما انت كنحب انا احب اوضح باس نقطة صغيرة انه هو احنا اجبنا سيرة الماء بيضاء كتير قوي وقلنا في أوقات كتير ان الماء بيضاء معظم هتفجينا تيجي التقدم في السن لكن فيه أسباب تاني للماء البيضاء ممكن لت نتيجي التهابات في العين ساعات امراض السكر ساعات تساعد على حدوث ماء بيضاء التهابات قديمة في العين او حوادث معينة ممكن تؤدي لحدث الماء البيضاء لكن في سبب تاني للمية البيضة هو المية البيضة الخلقية ان انت ممكن تبقى مولود الطفل يكون مولود هو عنده مية بيضة يعني عنده عتامة في العدسة اللي جوه لاين وهنا تكمل مشكلة كبيرة جدا ان انت بتحكم على هذا الشخص اللي هو الطفل اللي هو بعد شوية هيبقى طالب في المدرسة بعد شوية هيبقى شابة او شابة بيشتغل بعد كده هو تحمل مسؤولية بعد كده هو سواء نفسه او مسؤولية اسرته بيعيش حياته بطريقة معينة لان العمليات المية البيضة في المية البيضة الخلقية ليها ظروف خاصة دايماً الطفل ما يكون صغير اوي ونعمل عملية المية البيضة اللي هو عدسة العين المعتمة بنشيلها صعب ان احنا نزرع عدسة جوه العين نعوضها فبنسيب العين من غير عدسة ليه؟ علشان حجم العين نفسه بيكون صغير اوي وممكن لو زرعت العدسة ممكن يحصل مضاعفات من اشهرها ارتفاع في ضغط العين ويعمل مية زر ويعمل الالتهابات كمان والتساقات جوه العين فجرى العرف ان احنا نستنى سنتين يكون الطفل داي عدي سنتين ونزرع عدسة الاساليب العمل عملية المية البيضة في الاطفال الصغيرين او المية البيضة الخلقية تطورت لكن من زمان من عشر سنين او خمستاشر او من عشر سنة كان الموضوع ان انا شيل المية البيضة وما زرعش عدسة بعد سنتين او بعد اكتر مش مهم والطفل داي يعيش حياته كلها بنضارة ونضارة تخينة زي ما حاك قلت فيه مقدمة البرنامج النضارة دي بيبقى ساعات القوة بتاعتها زائد عشرة وساعات زائد حداشرة او زائد تلاتاشر وزائد اربعتاشر دي مش شكل النضارة بس الوحش اعتماد الطفل او الشاب على النضارة دي بيبقى تقريبا مية وعشرة في المية مش هنقول مية في المية مليون في المية يعني من غير النضارة لا شايف لا بعيد ولا شايف قريب على عكس حتى الناس اللي عندهم مصر نظر الاصر النظر عنده ميزة لو سالب عشرة مثلا عنده ميزة لو من غير النضارة ممكن يقرب الحاجة من وشه او من عينيه على مسافة كم سنتي يعرف يشوف الزائد عشرة او زائد او اكتر ما بيشوفش لا قريب ولا بيشوف بعيد وشكل النضارة مش حل وبيدي عدم ثقة في النفس وبيخلي حياتك كلها مرتبطة بالنضارة دي النضارة دي في يوم لو اتكسرت او ضعت منك حياتك هتنقلب برأسنا او اليوم نفسه هتنقلب برأسنا على عقل لما بتيجي تسافر بتسافر معاك النضارة اللي انت لابسها ومعاك وانا نضارة احتياطي في الشنطة ممكن غير انها حقا قلت مثلا ممكن سخرية الزملاء خاصة في المدرسة ممكن يبقى فيها نوع من الانواع السخرية مثلا ممكن حتى ممارسة الرياضة ممكن ممارسة الحياة العادية لأي طفل وشاب هيبقى صعبة جدا في وود النضارة ممكن استعيد على النضارة دي بيبقى عدسة لاصقة لكن للأسف المقسات العالية اللي هي بالموجب بتبقى العدسة لاصقة كمان مش مريحة ان العدسة لاصقة بتكون تخينة وبتضايق المريب جدا وبتحمل العين لامله شكشكة والتهابات متكررة هنا تكمن المشكلة ان في طفل بيتولد يعني بيوع على الدنيا بنضارة وبلاقي نفسه مختلف عن بقية الناس اللي حواليه ومش عارف ليه ومش نضارة عادية نضارة بسبب ان كان فيه مياه بيضة او كان فيه عدسة جوه العين اتشالت عشان هي كانت معتمة وما تعوضتش بعدسة تاني اذا دي المأساة الخلقية الخلقية طب ناخد فكرة عن حالة يعني اشرح لنا حالة اسمها مش الزي اسمها هي حالة من الحالات اللي بتشوفها كتير ناس كتير جدا بيجيلك في السن الشباب ويقولك انا لابس نضارة خينة وعايز حلل الموضوع لما بنجينا في حصب نكتشف ان العين من غير عدسة العين نفسيها مش مزرع لها عدسة وبنعرف من الاب والام ان الطفل ده او الشاب ده كلما تولد كان عنده مياه بيضة او كان عندها مياه بيضة خلقية وتعاملت العملية وما تزرعش عدسة في وقتها وده صح مش غلط بالمناسبة عشان وقتي هاتقانية تزرع العدسات ما كانش منتشرة كان تصميم العدسات مش متطور زي دلوقتي طريقة عمل العملية ما كانش بنحط في دماغنا او جراحي ما كانش بيحطه في دماغهم انه احنا هنزرع عدسة في المستقبل او في القريب العاجل المهم الطفل دي يبقى شايف كويس مش مش مشكلة بقى شايف كويس بنضارة ومن غير نضارة دي مش مشكلة مهم يعيش حياته شايف كويس يلبس نضارة زي 10 زي 15 مش مهم الحالة النفسية هنا بتهمل او حالة الجانب الاجتماعي كمان بيهمل في حالة زي كده فهي كانت دلوقتي هي هي شابة مقبلة على الحياة وعايزت تشوف حل القصة دي هالاعتماد على النضارة دي يعني تقدر تستغل عنها او حتى في قدع الحدود نقلل الاعتماد على النضارة دي شوية ممكن اخرج من غير نضارة ممكن حتى لو لبست نضارة بعد العملية مثلا او عملنا اي اجراء تلبس نضارة حتى لو نضارة صغيرة نقاس صغير يبقى مقاس طبيعي زي اي حد تاني ماشي في الشارع هل فيه امكانية حالة زي كده ولا لا هو ده كان الطلب بتاع ده دخل الحالة جات بدأت تكشف عليها اه هي كشفت عليها كان هي دلوقتي معمول لها من تاريخ المرضي من الاسرة ان الاب والام قالوا ان البنت دي فعلا انت ولدت وكان عندها ما يبدأ في القياه وتعامل العملية وبعد العملية طبعا ما كانش فيه زر عدس ازاي ما قلت قبل كده هوت فبحصتها تأكد من الكلام ده مضبوط وكان فيه التسقات في العين وكان فيه مشاكل في حضقة العين كمان يعني مكتش بتستجيب للاضاءة قوي فكانت حتى الاضاءة بتضايقها اي اضاءة زي اضاءة الشمس كانت بتضايقها الالتسقات دي كانت رفع ضغط العين كمان وبتأثر على كفاءة العصب البصري فالحالة كان مضعفة شوية مش مجرد ان ما فيهش عدسة جوالعين لكن فيه مشاكل كمان فيه من العملية القديمة قبل كده الصورة دي صورة قبل العملية اه دي كان قبل اسماء قبل العملية دي النضارة بتاك ده كان النضارة خلي بالك النضارة ده ازاز مضغوط كمان يعني ده ازاز مضغوط وده غالي مش رخيص بالمناسبة يعني لما تيه تعمل نضارة زائت 13 او زائت 12 وتخليها بالشكل ده ده كده احسن ما يمكن يمكن لو قربنا شوية زالين تلاقي النضارة بتكبر حجم العين يعني انت تحس ان هي حجم عينية اكبر من الحقيقة عشان هي نضارة بالموجب ودي تبقى عدسة موجبة العدسة الموجبة بتكبر الحاجة اللي وراها على طول على عكس العدسة السلبة الناس اللي عندهم اسر نظر بيباني عندهم الموضوع بالعكس بيباني عينيهم اصغط من الحقيقة هنا بتباني العين اكبر من الحقيقة مش بتكلم على الشكل العام بس بتكلم احتياجك دايماً النضارة دي توب اموض على وشك باستمرار من غير النضارة دي انت مش شايف حاجة طيب هروح لأسماب احنا دلوقتي ما قبل احنا ما زلنا في البداية ايه اللي تعرفيه عن اللي تعاملك وانت عندك سنتين او قبل سنتين اكيد بابا وماما قالولي قالولي يا مامتي قالت لي اللي انا بدأت ألبس النضارة من وانا بدأت أصحف من وانت أصحف او كتعمل لي نضارة وحط فيها تعاكد عشان الماسحف متوقعش توقع نضارة خاصة بباليها أستك تقريباً او بقربات اه بقربات عقفات بالزبط بالزبط بعد كده بقى مجبرت لما أصحى من النوم على طول النضارة اول مفتاح عيني النضارة على طول قبل ما حتى فكر اروح اخسل وشي وامل اي حاجة لازم ألبس النضارة على طول حصل لي طبعاً موقف كتير في المدرسة زي مثلاً في مرة النضارة قصرت وانا في الجوردن يعني وما كاملش اليوم خليتهم يتكلم واما تيجيت أخدني مش عارف أكمل اليوم طبعاً مش شايفة أي حاجة قدامي فكان موضوع صعب تسلسوا يا رب مش هيك ده غير بقى التنمو يعني حاجة مهمة قوي ان هي خليت حد يجي يكلمني يجي يخدني يعني هي من غير النضارة مش تبقى حتى تعرف تروح البيت لوحدين حتى عيضت ساعتها يعني مش شايفة قدامي يا جماعة مشكلة انت عارفة انت عارفة انت من غير النضارة ما بتشوفيش اه كنت ساعت اه بالزبط اه غير بقى كلام الاصحاب وحتى من المدرسين نفسهم كانوا في تنمر كده ايه ده انت عينك كبيرة من النضارة طب ليه ما تقلعهاش مدرسين اه وانا في السنوي وانتي في السنوي ده انا مدرس سنوي اه والله اه اه ده ده كلام مهم جدا انه لازم ادارات المدرس تنبه على المدرسين وطبعا الطلبة بس الطلبة يعني شيء ييجي منهم تنمر ده يعني متوقع ومؤسف ومؤسف ولكن المدرس ييجي منه تنمر ده مش متوقع ولا مؤسف ده جريم وهو الطالب الزميله برضو ده تعتبر جريمه في رأيه لكن ها احنا لسه موصلناش لنحنا نمحي التنمر تماما لكن المدرس سيحصل منه ده يعني فين ده لازم فيه رقابة ولازم يعاقب معاقبة شديدة في حياتة معينة الرجل ده بتنتهي بينتهي شغلانته كميلي يا اسف بالزبط ف يعني بصراحة في الوقت ده صدمت جدا يعني من المدرس بتاعي يقول لي كده ففي الوقت ده كنت باتت أكبر وكده فقلت لا يعني نفسي بقى قلع النضارة دي كله بيتكلم ويقول ايه ده ان شكلك مش حال بالنضارة فكنت اما اروح اكشف فاقول له يا دكتور انا عايزة يعني اقلع النضارة دي عمل عملية يقول لي لا انت في عين تنفع وعين ما تنفعش طبعا مستحين نعملك عين ونسيب العين التانية فقردي بقى كده وانت على طول هتبقى بالنضارة بتقلك كذا مرة او من كذا داكتور يعني بس لحد بسم يعني قلت خلاص انهاردة وتمام مهيش حاتي كده لحد بمعرفش دكتور احمد ورحت له كنت راحة لان انا هعمل نضارة يعني خلاص اعمل نضارة وكده قال لي لا انت ليك عملية وينفع كمان مش بهدف حاجة يعني هدفك دا خلاص بعيدتي عنه بالزبط لان راح اعمل نضارة بس او فلما قال لي بقى لا انت ليك عملية وينفعت عمل لك عملية فكان من نسبالي كده حاجة زي بصيس امل يعني بس يعني نقف عند الحتي جات اسمع تعم النضار تملع فحصات اكيد يتكلم عن فحصات لكن هي قبل كده الريدي من تجربها القريبة برضو من من الزيارة دي اتقال لها لا انت ماينفعش يتمكن اي صعوبة في حالتها دايما انا بنيجي نعم تعملية مية بيضاء بنزرع عدسة المية بيضاء زي ما قلنا كتير بنقول لستادة المشاهدين ان المية بيضاء عبارة عن العدسة الاصلية تاعتي العين بتوباء معتمة فبينشلها ونحط مكانها عدسة تالية دايماً بنسيب حاجة اسمها محفظة خلفية باختصار غشاء رقيق جداً بنسيبه علشان ده اللي بنحط عليه العدسة اللي هنزرعها مكان العدسة القديمة الأطفال الصغريين ما نفعش نسيب المحفظة الخلفية دي يعني لازم تتشال لأنه بتعتم وبتخلي طفل مش شاف يعني ممكن كأنه بالضبط الماء بيضا راجعت تاني يعني ما بترجعش بس غشاء الشفاف اللي موجود المفروض دي يزرع عليه العدسة بيبقى معطن وما كانش ينفع والمريض مش هيشوف بعد كده أو الطفل بمعنى أصح فهنا بيتشال فطبعاً لما بتجي تزرع عدسة بيبقى تقنياً صعب جداً هتزرع عدسة في مكانها الطبيعي من غير ما تلاقي حاجة تسندها ما فيش المحفظة الخلفية ما فيش المحفظة الخلفية فهتقع في قاعة العين فصعب جداً فطبعاً الموضوع تطور أن أنواع العدسات تطورت طريقة زرع العدسات في الحالات المعقدة مش عايزة أقول معقدة بس هو ده الترجمة الكومبليكيتد يعني المعقدة الحالات الصعبة زي أسماء تطورت في خلال الكام سنة اللي فاتوا دول فبقى بنسبت العدسة في جدار العين اللي هو في الصلبة أو البياض بتاع العين نفسه بدل ما ندور على حاجة تسند العدسة من تحت لا العدسة لها دراعات بنسبتها في جدار العين من غير بيبقى فيه محفظة أو ما بيبقى فيه حاجة تانية تسند العدسة من تحت وده التطور اللي حصل وبقى نتشجع وقدرين إن احنا نزرع عدسات في أطفال كما عملوهم أو شباب دلوقتي كان ما عملوهم أطفال صغيرين عملية المية البيضة وده التكنيك بتاع المية البيضة لو ما شايفينه في الانيميشن هنا بيشيل المحفظة الخلفية المحفظة الأمامية ده الجزء المحفظة الأمامية كده ده إشرة صغيرة أو كيس صغير بيقشره وهنا دي الموجات فوق الصوتية بيشيل المية البيضة أو العدسة بتاع تلايين بيفتتها بالموجات فوق الصوتية لكن لو خدنا بالنا إن المحفظة نفسيها لسه موجودة وخاصة أن الغشاء الخلفي من المحفظة لسه موجود وده اللي هيزرع عليه العدسة الدايرة البيضة اللي موجودة دي ده معناها ان المحفظة جزء منها هتشال والجزء الخلفي لسه موجود وده شفاف ويروح زرع العدسة جولة ايه في الاطفال الصغيرين ماينفعش اسيب المحفظة دي لانه بتعتم يبقى انا ما عملتش حاجة للطفل هيقعد شهرين شايف كويس ويرجع بعد كده مش شايف كويس بسبب ان عتامة حصلت في المحفظة الخلفية ودول بيبقى صعب جدا علاجهم بالليزر لا بندخل قط العملات تاني عشان نشيل للمحفظة كلها وبالتالي العدسة لانا زرعتها مش هتلاقي مكان تثبت عليه وهتقع على الشبكية وقارعين ويبقى الموضوع اسوأ فقلنا خلاص يبقى نعمل المياه البيضة في الاطفال الصغيرين وهنشيل للمحفظة الخلفية ونزرعش عدسة ويحلها ربنا بقى بعد كده بس المهم الطفل ده يبقى شايف ده اللي كان موجود من 15 سنة تقريبا الموضوع تطور فبقينا نعرف دلوقتي نزرع عدسات في طريقة ان احنا نزرع عدسات في حاجة اسمها الجزء الامامي من العين بس دي لها مشاكلها بتعمل مشاكل كتيرة جدا ممكن تعمل مياه زرقة ممكن تعمل ملتعبات في العين متكررة ما تنفعش في شاب او شاب هاي مطاقع ما شاء الله يعني انديهم لايف سبام بتاعهم او مطاقع انو ما يعيشوا مثلا 30 40 50 سنة قدام ممكن اعملها الناس كبار في السن شوية فبالتالي ما كانش مستحب بقاوي نحن نزرع عدسات فقلنا خلاص يعيشوا بنظرع بقلاص لكن الحمد لله ظهر تطور دلوقتي التقني ناحية العدسات وطريقة زرع العدسات بانا نثبتها زي ما قلت قبل كده في جدار الاي اذا الصعوبة عشان برضو نلخص الحتة دي للناس الصعوبة كانت في انو في حالة ازمة مفيش جزء خلفي للعدسة متساب لانها اتعاملت الماء البيضة من الماء صغيرة جزء العدسة الخلفي دوات كان بسهل انو العدسة تتحط عليه تنام عليه لكن مع تقدم الجيد في تصنيع العدسات المزروعة بقى في عندنا قدرة نحن نثبت العدسات دي في الجزء البيض في صلبة العيد هو التقدم من ناحيتين من ناحية تصنيع العدسات ومن ناحية كمان طريقة زرع العدسات حصل فيها تقدم التكنيك نفسه التقنية نفسيها او الاساليب الجراحية نفسيها الزرع العدسات تطورت جدا في الفترة اللي فاتت دي في الحالات دي بالذات الحالات اللي هي فيها مشاكل مش حالة ماء بيضة عادية اللي هو يعني تتعمل في خمس ست دقايق وخلص لا في الحالات دي بالذات حصل تطور كبير في الاساليب الجراحية اه فيه آلات بقى مخصوصة بنستخدمها في حالات زي كده هو لكن النتيجة بقت موزهلة طبعا في الحالة دي جودة الرؤية بالنسبة المقرب النظارة جودة أعلى كتير أولا النظارة بتغير حجم الحاجة لقدامك بتديك مقاس يعني لو النظارة بالموجة بتديك حجم الحاجة أكبر من الحقيقي ولو بالسالة بتديك حاجة أصغر من الحجمها الحقيقي ده بيخليك تحديدك للأبعاد لقدامك بيطلخبط يعني البعد الثالث عندك بيكون مطلخبط دايما باستمرار فلو حد بيسوق عربية أو بيشتغل في وظيفة تتطلب منه تحديد البعد الثالث زي الفنون الجميلة أو ما شابه هيبع عنده مشكلة والسواء طبعا والسواء طبعا تحديد البعد الثالث ده هيبع عنده مشكلة كبيرة فبالتالي العدسة مكانها الطبيعي جوه العين مش برا العين فمكانها الطبيعي جوه العين هنا المخ بيستقبله الصورة بحجمها الحقيقي وبالتالي يتعامل مع الحواليه بنفس البعد التالت او بنفس الابعاد زي ما اللي حواليه شايفها ما يشوفش الحاجة قريبة انا ما شوف الحاجة كبيرة هترجمها انا تلقائيا ان هي قريبة مني في الحقيقة هي مثلا تكون بيد عني مترين انا هفتكر ان هي على بعد متر فهي دي مشكلة مشكلة كبيرة انا لكن لما بتزرع عدس جولين الوضع بيختلف غير بقى الجانب النفسي او الاجتماعي ان انت احنا مش بنكلم العدسة دي حاجة رفاهية او النضارة دي تبقى حاجة رفاهية النضارة لو حاجة ما قاس وغير اوكي مفيش مشكلة اه اه واحدة مينس واحد ونص بالزبط النضارة ما قاس كبير ما اصحى منهم ادور على امدي ايدي عالكوميديون اول حاجة ادور عليها النضارة للبسها ولو النضارة دي وقعت الكسل فانا حياتي وقفت واليوم بتاعي حتى تلخبط منحتاج حد يوصلني ويرجعني البيت تاني عشان اعمل نضارة جديدة دي طبعا احساس مش لطيف يعني احساس ان حياتك كلها معتمد على حاجة زي كده هوت غير طبعا لو حاب يمارس رياضة او زي ما حاكي قلت في المقدمة البرنامج البخار بتاع اي سائل او في الجو البرد مسلا تلاقي ابنضارة بتشبر معاك حاجات زي كده هوت هتبقى مزعجة شوية زايرين الجانب النفسي هنا ببقى ليه دور كبير دي شو كتير وحبارك شو كتير قوي اه طبعا شبر وانت ساير لو في الشتا كمان شبر وانت ساير اه 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 وفي الصيف كمان لو في الشاب تطلع من التكييف العربية على اي مكان حر على طول بتشبر فعلا يعني فهي المشكلة في كده هوت يعني انت خيال انت حياتك اهمش بنكلم على واحد عنده خمسين ستين سنة احنا بنكلم على شاب لسا بيبتدي حياته هنا هنا تكمن المشكلة هنا هو انت حد بيبتدي لسا حياته بيبتدي حياته معتمد على عكاس مش مش يعني فانحنا بنسميها حتى العملية دي بنسميها visual rehabilitation انها بازرح هي تعملت المية البيضة خلاص بس انا بحاول بقى اعمل تأهيل اعادة تأهيل بصري للعين اللي تعملها عملية المية البيضة علشان ترجع تتعامل بشكل طبيعي جدا مع المجتمع اسمي قررت ان انت تعمل العمل يوم ده قرار ما كانش سهل خالص مش كالي؟ جدا يعني عدد كبير من الدكاترا يقولولي ملكيش حل وده يعني حاجة مستحيلة ان اعني تعملك وفجأة كده دكتور يقوللي لا انت لك عملية فكان قرار صعب جدا بس دكتور احمد بصراحة ساعدني اللي انا اخده القرار يعني كان شرح لي كل حاجة في اول مرة بالتفصيل عرفني ايه اللي هيحصل بالزبط في العملية ايه ما بعد العملية حتى لو في مثلا نضرب بيعني زي ما حضرتك قلت بدرجات قليلة بس هتبقى حاجة يعني حاجة عادية يعني ممكن اقلعها استغنى عنها في اي وقت بالعكس دي الشياكة شياكة كمان انا بلبسها دلوقتي يقولي انت دكتور اه اه شياكة انا ساعات بلبس نضرب كده او شكلها شيك يعني اه شكلها ما اكون مناسبة معين ريح مؤتمر لايف ستايل لايف ستايل هو انا عايز اوضح نقطة هنا الهدف من العملية ما كانش ان احنا نلغي النضارة 100% الهدف من العملية ان احنا نقلل الاعتماد على النضارة يعني هيبقى في نضارة انا قلت الاسماء هيبقى في نضارة بعد العملية بس احنا بنكلم نضارة في الحدود الطبعية هي سالب واحد زائد واحد مص ثلاثة اربعة حنصلح على قد ما نقدر لكن مهما كان هيبقى في نضارة ولا وبسيطة هي الحمد لله بقت معظم الوقت كل ما بشوفها بتجيلي العيادة بتقولها في النضارة بتاعت كلي في البيت يعني معايا نضارة بلبيتها في اوقات معينة النضارة دي تكسرت زي ما هي اعدة مجنبينا دلوقتي ان هوات اعدة من غير نضارة وطبعا من البيت من غير نضارة وتمارس حياتها بشكل طبيب بدون نضارة نورتنا واسعدتنا كالعادة ويعني النهاردة استفادنا استفادة كبيرة جدا لازم المجتمع الطب كله يفهم ومش بس المجتمع الطب الناس اللي عندهم نفسه هذه المشكلة لو العالات المصرية تفهم كويس جدا الثقافة تبدأ من فهمنا ان هناك حل للمشكلة وهذه احدى الحالات المهمة او الحلقات المهمة اللي احنا حطينا مشكلة وابدنا لها حل بالفعل حقيقي اعتقد ان ده مهم جدا في الثقافة العربية الحمد لله هو الطب يتقدم باستمرار واحنا بنحب نوصل الرسالة لسادة المشاهدين ان في تطور دايما مستمر ومفيش دعي للاحباط طبعا عايز ااكد برضو نقطة صغيرة ان مش كل الحالات بنعرف ان نتعامل معاها يعني لو في حد عنده ضمور في العصب البصري على سبيل المثال او مشاكل في الشبكية دي صعب علاجها حتى هذه اللحظة لكن في امل في القريب العاجل ان شاء الله عن طريق تطور كبير في ابحاث بتتعامل دلوقتي للحالات اللي زي كده لكن جزء كبير من المشاكل كنا بنلاقيها قبل كده منعرفش لقالها حل بقى في حل ولو بنسبة 70% فاعتقد بيدينا امل وبيدينا رسالة نحن نوصلها للسادة المشاهدين ان احنا نقدر نساعدهم في معظم الاوقات لحل المشاكل بتاعتهم نورتين وشرفتين الله يخليك الله يخليك عزيز المبدأ دائما لسوز الدكتور رحمد عساف ضيفاتي العزيزة اسماء قب نورتونا وشرفتوب نورك نورك خليكم دائما يا مرحب اهلا بكم الضعف الجنسي ليه اسباب كتير يا جماعة ولازم نربط بين الضعف الجنسي وبين الامراض يعني من ضمن الاسباب المشهورة للضعف الجنسي السكر ان السكر بيقدي الى مشاكل للضعف الجنسي بتلات ميكانيزمات مشهورة جدا يعني بيأثر على الاوعية الموية باسكولوباثي وبيأثر على الاعصاب نيروباثي وبيأثر على الحالة النفسية المريض السكر نفسه بيبع عنده اعتقاد انه ممكن يجي له ضعف جنسي فسايكوجينك كمان احصاب شرايين ونفسية الضغط يأثر على الضعف الجنسي وادوية الضغط بعضها بيؤثر وبيعمل ضعف الجنسي القرحة المعدة ادويتها بتعمل مشاكل القديمة الجديدة الاكتئاب بعض ادويته بتعمل ارتفاع البرولاكتين بيؤثر وبيعمل ضعف الجنسي مشاكل الغضة الدرقية من ضمنها الدي اس المرض المشهور جدا دلوقتي تصلوا بالمتناسر ده من اول اعراضه الضعف الجنسي الضعف الجنسي ممكن يحصل نتيجة حالة نفسية اعتقاد الانسان انه مزنب فيحصل له ضعف جنسي في حالات العلاقات الغير قانونية خارج نطاق الزواج او ما يسمى بغلبة احساس الامومة او حالة احساس الابوة فييؤدي الى مشاكل يعني يحس انه البنت دي اللي هو متجوزها قريبة بالشبه من بنته اللي توفت مثلا فيحصل له ضعف الجنسي او غلبة الامومة ان الامم سيطرة عليه فخايف من امه زي ما اتعامل في الفيلم نور الشريف بالشكل ده عمله كويس جدا عنده ميول دايما لكل حد شبه في ممطق فحصل حالات نفسية لكن الحاجات العضوية حدثوا على حرج جلطات في امراض احداث جلطة في الجسم او عدها فرصة جلطة في الجسم حالة اسمها ليريش سندروه حالة ليريش اش جلطة بتيجي في شريان المتفرع او انقسام الشرايين فتؤدي الى ضعف جنسي هذا امر مهم جدا الضعف جنسي موضوع في المنتهى الاعمال النهاردة هنتكلم عنه بالتفصيل وهنتكلم على شكل علاجي مهم فيه بالتفصيل فيه حلقة مهم جدا مع ضيفي العزيز اسمه متميز واداء علمي متميز للغاية الاساس دكتور رحمد عدل اهلا بك دكتور رحمد اهلا دكتور عامل عايز اتكلم على ضعف جنسي فيه الاساليب العلاجية وبرضه فيه تشخيص احنا دايما بنقول جملة وانا بقصر دايما يذكر الضعف الجنسي مرض له حل يمكن فيه ناس كتيرة جدا نتيجة زي ما تكلمنا في حلقات سابقة نتيجة انها جربت المنشط مرة واثنين وثلاثة بدون استشار الطبيب ومع الوقت ابتدى يفقد الفعالية بتاعته وبتفتكر ان دي نقطة النهاية وان كده خلاص الموضوع انتهى وبالتالي خلاص انا اسلم امري بقى كده وانا مفيش اي طريقة تاني لا النقطة اللي دايما بنأكد عليها الضعف الجنسي مرض له حل واللي خلى لي حل تعدد وسائل علاجه ويمكن احنا عندنا التلات طرق رئيسية لعلاج الضعف الجنسي تبدأ بالعلاج الدوائي والغلطة الكبرى انه ساعات المريض بيفتكر ان العلاج الدوائي هو مجرد انه ياخد حباية عند اللزوم ودي اكبر غلطة ده مش العلاج الدوائي المقصود ابدا خطوة تانية ممكن ده موضوع حلقتنا النهاردة هو الحقن الموضعي اللي بيسميه العلاج القديم الجديد واخيرا التداخلات الجراحية اللي هي زرع الدعمات اللي خلته مرض له حل فعلا ده كله هيكون مبني زي ما حكتا زكارت على تشخيص وهي ده الخطوة الاهم في الشغلانة بتاعتنا مش اني اكتب روشيتة مش اني يقول له خد حقنا ومش اني يعمله عملية قبل ما ألجأ لأي حاجة من الحاجات دي انا مفروض ابقى انا والمريض متفقين ان احنا قدام وضعية معينة درجة من درجات الضعف اللي قد تستوجب علاج دوائي فقط او لا حقن موضعي او تداخلات الجراحية فيبقى ان التشخيص هو الاهم اللي هاردة احنا خلي بالكو ان الحلقات يعني كل حلقة جزء معين يعني يعني احنا الكلمة هاردة الحقن الموضعي ما هو المقصود بالحقن الموضعي موضعي اين موقعه من خريطة العلاك السؤال ده في منتهى الاهمية الحقن الموضعي ببساطة هو ان انا بحقن مباشرة جوه العضو الذكري مواد منشطة بتساعد على تدفق الدم جوال لان احنا زي ما احنا عارفين الانتصاب دع عبارة عن وضعية ضخ دم فبالتالي الادوية دي لما بتحقن مباشرة بداخل القديم بتساعد على ضخ دم بشكل قوي ومباشر يساعد على اتمام العملية الجنسية الحقن الموضعي موقعه من علاجات الضعف الجنسي انا بسميه القديم وجديد ليه القديم وجديد قبل عصر ظهور المنشطات الجنسية لابقى اخر التسانات كان هو ده العلاج الوحيد للضعف الجنسي الغير جراحي لان الجراحي طبعا زرق الدعمات فبالتالي كان هو العلاج الوحيد مع ظهور المنشطات تراجع دوره لانه طبعا بقى اسهل بكتير انك تاخد حبايا انك تاخد حقنة لكن لان احنا وزي ما ذكرنا قبل كده عايشين حاليا في عصر بنسميه انه الناس فقدت التأثير بتاع المنشطات الجنسية معاها فرجعنا تاني لموضوع الحقن الموضعي وللأسف الشديد ويمكن ده ممكن نذكره بعد شوية انه اتظلم جملة شهيرة جدا بنسمحها من المرضى اول ما يذكر الحقن الموضعي بلاش يا دكتور لو سمحت انا سمعت انه بيعمل تلايف بلاش يا دكتور لو سمحت مش معقول هادي نفسي حقا انا شكشك روحي والكلام ده كله وده يمكن راجع ان الناس محدش وضح لها بشكل كبير تقنية تكنيك الحقن المواد دي تستخدم ازاي وازاي ملهاش اي اثار جانبية ولو فيه في اضيق الحدود يبقى السؤال التقليدي التقنية والاستخدام تكنيك الحقن هو تكنيك بسيط جدا يمكن احنا معنا صور هنشوفها دلوقتي لتكنيك الحقن هو حقنة انسولين ويمكن مرضى السكر كلهم لانهم مرضى في الاغلب بيعانوا فترة من فترات من وجود ضعف جنسي اذا بحاجة ذكرت في مقدمة الحلقة عارفين انه حقنة الانسولين دي حقنة بسيطة جدا سن مهاش كبير خالص الصور يمكن معنا هي بتحقن مباشرة انا دايما بقول المريد مش محتاج انك كن بتعرف تدي حقن مش محتاج انك تخش في وريد معين او شرية معين او 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 ده في جسم القديم مباشرة حاجة بتتعلمها في دقيقة وفي منتهى السهولة وفي منتهى اليسر ومفيش منها اي خطورة فكتكنيك حقن مفيش فيدي مشكلة بياخد دقيقة وبنعلم المريض والامر بعد كده في منتهى السهولة يمكن في الاول بيكون مستغرب شوية الفكرة نفسها بتبقى غريبة شوية لكن بعد شوية الامور بتمشي عادي وبيبقى حاجة بيعملها بشكل دوري من غير اي مشاكل متى نلجأ له؟ السؤال ده برضو في غاية الهمية متى نلجأ له لو وصلنا لمرحلة زي ما اتفقنا من شوية ان التشخيص هو الاهم والتشخيص ممكن يورينا ان احنا وصلنا لمرحلة الاستجابة على علاجات الدوائية باقي الضعيفة اول ما هنصل لهذه النقطة هنبقى قدام حل من اتنين ياللي جوق للحقن الموضعي وانا باعتبره الخطوة التانية اول جوق للتدخل الجراحي ليه ممكن اسكيب او اوقع خطوة الحقن في بعض المرضى بيجوا يقول ليه بص يا دكتور يعني هو جايب معي نتيجة وكويس جدا بس انا الفكرة مش مستساغة بالنسبة لي فده خلاص بقوله يبقى هنتاجه ناحية الحقن الموضعي ناحية الزرع الدعمات لكن امتى ألجأ للحقن بمجرد ما هصل لمرحلة او استنتاج نتيجة التشخيص اللي احنا عملناه المعتمد على وسائل كتير ذكرناه قبل كده انه العلاج الدوائي فقد فعاليته مع هذا المريض فيجب الانتقال للخطوة التالية لها الحقن الموضع لو عندي عشرة حالات دخلوا بيعانوا من ضعف جنسي هل العشرة يصلح لهم حق حسب الدرجة الضعف اللي موجودة عندهم هو الحقن عشان دي نقطة مهمة وسيء فهمها شوية هل الحقن هجيد نتيجة مع كل الناس لأ محدش أكد احنا زي ما اتفقنا الضعف درجات في بعض الدرجات هتستجيب وبعضها لا لكن في بعض المرضى بيجولنا حاليا في عياداتنا يقول لي بص يا دكتور انا باخد الحباية وجايب معي نتيجة هيلة جدا بس للأسف مش قادر اتعامل مع الاثار الجانبية بتاعتها الصداع الزغلالة احمرار العين كل الكلام ده بيفقدني المتعة ممكن اخش على الحقن اه طبعا ممكن لانه الحقن لو قارناه بالادوية العادية احنا عندنا تلات مميزات كبرى بالمقارنة بالادوية العادية واحد هو ملوش اي اثار جانبية وده لانه بيحقن مباشرة داخل الدورة الدموية الخاصة بالقضيب ملوش دعب الدورة الدموية العمل الجسم مفيش صداع فيش زغلالة فيش احمرار كل الكلام ده مش موجود مفيش تعارض مع ادوية تانية وده النقطة التانية المهمة جدا زي ما اتفقنا قبل كده انه اغلب مرضى الضعفة الجنسية واما مريض سكر يا مريض قلب يا مريض ضغط وبالتالي بياخد بعض الادوية اللي قد تتعارض مع الادوية المنشطة العادية الحقن مفيهوش المشكلة دي الحقن ده ملوش اي تعارض لانه ما بيخشش الدورة الدموية العمل الجسم هو كله داخل دورة الدموية خاصة بالقضيب نقطة التالتة والاهم هو الفعالية والسرعة معروف انه اي حد بياخد منشط جنسي مفروض بياخده قبل العلاقة الزوجية من ساعة الاكتر ولازم على معده فاضية ولازم 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 الحقن المغضايا مفيهوش التحضيرات دي بمعنى مش مفروض يكون هو على معده فاضية مش قبلها بساعة قبل الجماعة بعشر دايق ربع ساعة بيتم الحق ويتم الاستجابة طيب المادة الفعالة في التلاتة دولة المشهورة للسيند لافيل هو فوسفوديسترز انهيبتور هو بيشتغل على انه بيقلل تكسير النيتريك اسب اللي موجود وبالتالي بيخلي الاوعاد ده مواد تتسع بالزبط كده ايه الميكانيزم بتاع الحقن؟ كل مواد الحقن المكان معروض الحديثة اللي هم نشتغل بيها دلوقتي هي كلها فوسفوديليترز كلها أدوية موسعات شرعين ويمكن في نقطة مهمة جدا انه هم نفس هذه المواد بتستخدم في الرعايات للمرضى اللي عندهم قصور في الشريان الرئوي قصور في عضلة القلب بتحقن لهم في الرعايات طبعا اي في يعني لكن هي نفس الفكر دول فوسوديليترز بيوسعوا شرعين فبناخدها بتاع ديلات طبعا وموديفيكيشنز وتركيبات وبنحقنها في القضيب لتوسيع الشرعين لزيارة ضخ الدم اللي حصوه على النصاب قوي طيب هل في موانع تخليني ما اخدش الحقن كأسلوب علاج اكتبوا المرضى اه طبعا الموانع دي فيه جوزء خاص بينها من المريض وهي جوزء خاص بناحية الطبية بالمريض انه هو مش حاب بالفكرة ولو ان كلهم لما بنقولهم طب جرب كده وشوف بيرجعوا يقولوا لا فعلا مفيش مشكلة وممكن نبدأ فيها لكن فيه حاجات تانية انه مثلا ان المريض ده يكون بيعاني من تليوف فيه مرض حيك طبعا انتعرفوا اسمه مرض بيروني مرض بيروني ده اشهر الناس اللي بتصاب بيه مرضى السكر والمرضى اللي عندهم نقص في مستوى هرمون الزكورة لو المريض ده عنده تليوف انا مش هقترح عليه الحقن مش لان الحقن بيعمل تليوف ولكن لانه هو عنده استعداد لفابراتيك بروسس انه يحصل له تغيرات في نسيج القضيب فبالتالي بالعكس انا لازم الحقه بتدخل جراحي لو كان فقد الفعالية بتاعت الادوية المنشطة معاه عشان قبل ما يحصل شوتنينج او قصر في حجم القضيب الحق على طول اعمله زرع دعامة اخد فيها المقاس الاصلي للقضيب فيه نقطة انا برضه كنت حابب اتكلم فيها ودي نقطة عشان كده قلنا من شوية انه تظلم فيه بعض الاطباء للأسف بيقولوا انه الحقن ده مش موجود يعني ده مش option مطروح للأسف انا بشوف ان دي مشكلة كبيرة احنا عندنا في الكلية بندرسه للطلبة ده treatment option ده لازم يتم اقتراحه على المريض انا ممكن كطبيب اكون بفضل نوعية معينة من التدخلات لكن ده مش معناه اني انكر اخرى انا ممكن اقول ان انا رأي ان ده افضل لكن ده ما ينفعش اني اخليني انكر حاجة تانية فهو وسيلة معتمدة لغاية وقتنا هذا بندرسها للطلبة عندنا في الكلية وبالتالي هو ما فيش اي غبار عليه ما احنا تكلمنا في حلقة بكده على الدعامات بالزبط يعني احنا هزا جزء من العلاج مش كل الالاج بنتكلم في سيريز فيتكلم في السلسلة فمتاخدش يقولك ايه ده عاجل ضعف الجنسي بالنازي بتقول بس الحق لا ده option علاج ده واحد من اساليب الالاج المختلف فيه انواع اه طبعا فيه انواع لانه مش مادة واحدة ولا جرأة واحدة هجيب نتيجة مع كل المرضى بتختلف حسب سن المريض بتختلف حسب هل عنده عنده سكر عنده ضغط درجته في التصبيت الحاجات دي كانت ايه فبالتالي لا طبعا مواد كتيرة جرعات مختلفة تحدد بناء على التشخيص عشان كده اهم خطوة هي التشخيص انا اللي هعرب بيه درجة الضعف ايه فقدر اقول للمريض حضرتك هتستفيد من الموضوع ده من المادة دي بالجرعة دي او محتاجين نعمل يعني ممكن نبدأ بجرعة صغيرة ونزودها بعد كده تدريجيا كله هيكون بناء على درجة الضعف اللي موجودة فبالتالي اه طبعا فيه انواع كتيرة وبجرعات مختلفة اساعدني الحوار العلمي معك جدا نهارضة جدا حاطت نقاط واضحة جدا حاطت سيباريشان واضح جدا كالعادة ورسمنا خريطة مهمة جدا لجزء تاني مهم من علاجات الضعف الجنس يبقى ان ده جزء من سلسلة العلاج بتاع الضعف الجنس لانه عايزين تجمعوا الاسئلة بالعجائية كل لازم تتفرجوا على السلسلة كلها لازم تتكلموا شوفوا الحلقات مجمعة عشان ما تقولش ان بس احنا تكلمنا نهارضا على الحق الموضوعي ضيف العزيز السيد الدكتور رحمد عدل مدرس امراض الزكورة والاقبر كل الطب قصر عيني جماعة القارب والستشاري وعقبر رجال واضح في الجنس والزميل الجامعية الاوروبية للصحة الجنسية نواطني في الناس الحالي شكرا كبترا بس عدتني بأس الحالي اللي كنت دايما بعيدة عن كل الاوهام وخليكوا دايما معانا مع الناس الحالي الانسان جسمه هش على فكرة وليس بالقوة اللي لديه متخيل لنا المخو العصاب والعمود الفقري فجأة كده رجلي تعطرت في تلتوار المفروض قدامي يعني مثلا انا هو شوف الواقعة تعمل ايه الواقعة تعمل بلاوي الواقعة الواحد ينزل الواقعة على طول بقت اللي عمل السلم دا مش واخب باله ان حضرته لازم يكون الحاجات ملساء ومظبوطة لازم كل واحد يراع ضميره وهو دا اماطة الازم دا عمل سلم فيه ازم بص الرقبة ممكن يحصل فيه ايه سهل جدا تتكسر لو الواحد وقع من على تلتوار او يعمل على سلم عالي شوية ممكن يحصل له يعني كسور كسر طبعا مشكلة الفقرات ضعيفة جدا في كل حتة قطنية والعنقية ما تفتكروش ان الفقرات قوية قوي تقدر تتحمل الواقعات دي والسبب بيكون ايه واحد مش واخب باله من شغله واحد مش بقى سايب شوات مية قدام مصلح حكومية حد نازلت زحل بنت بتعمل شغلها مثلا بتشتغل تمسح الترفزين ولا بتمسح بتاعه ما مسحتش ما تمسح السلم ما مسحتش كويس واحد يعني ينازل يتزحلق ينزل ويدفع التمن غالي جدا الزوجة لما بتكونش عندها دقة في انها وهي بتعمل شغل البيت تحط كل حاجة ما كانها وتعمل شغلها صح لو هي اللي بتعمل نفسها او عندها حد بيعمل فتراعي يراعي نفس يراعي النفس اللي ماشى في الأرض دي يماط تلقاس عن الطريق دي يا جماعة حاجة مهمة جدا وإلا تمانا يكون غالي وزي ما هرجع تاني يقول جسم الإنسان مش قوي زي ما انتم متخيلين الشيلا الغلط والقعدة الغلط دي كلها حاجة بيجاد فتمنها غالي جدا نهارده حوار مسير للغاية عنوانه الغضروف أين يذهب بنا هذا اللقيم هذا الشقي هو الجميل لما بيقوم بوصفته لكن يبقى شقي ولقيم لو ما عملش لو وصفة أو تحرك بمكانه هيعمل هيخلي نسمى نمشي الليل نهارده حوار مسير للغاية مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم جراحات العام منذ الفقر والجراحات المخ والعصاب اسم نبتخر بوجوده معنا الأستاذ دكتور محمد صديقي أهلا بيك دكتور محمد بي برح كنت هاعوة بكنا نعمل هي النهاردة يا باشا بحاجات قصرت على صوتي لا يعني الناس عندها لا مبالاة في وضع الأشياء حجر ركنينه عشان يركن عربيته الباشا قدام المحل تمن بيكون غير سلم ما حد غسل وساب المية من غير ما ينقشفها حد ينزل هو تفكير يعني امشي في أي طريق في الدنيا كلها هتلاقي الطريق دايما مستقيم وماشي بهدوء وثلاسة هنا هتمشي في طريقة ايما حفرة ايما مطب لا ايما الطريق نفسي ماشي مطب ممكن مطب عند حتة قدام مدراسة قدام بس بقى حاجة لها إرشادات لكن مطب في مطلع كبرى ما تلاقيهوش مش كده قدامكم هنا قدام مدينة اللي تاجلها مطب مثلا خمس مطبات في خلال مئة متر انتكلت الأولين وقلت الحمد لله بقى أكمل بقى وامشي مفيش حاجة تانية أكيد اثنين ثلاثة واربعة كلام ده طبعا زي ما بيكسر العربية ويكسر كويتش بيقطع في البناء آدم الحقيقة وممكن يكسر في البناء آدم وممكن يسبب تلفات كبيرة جدا على مستوى العمود الفقري وعلى مستوى المخ كمان يعني احنا من نساش ان احنا الموضوع بتاعنا دايما هو المخ والعصاب والعمود الفقري دي حاجة مهمة جدا وحاجة غالية قوي وحاجة قيمة جدا يعني خبطة صغيرة يعني معمطب وكده والرس خبطة كده يجيلي نزيف في المخ يجيلي التجاج في المخ يجيلي كسر في الرقبة يجيلي كسر في الفقرات القطنية والعجزية اللي كتير جدا دلوقتي مسلا مشكلة ألم الضهر والناس دي ما انت تتساءل طب لي يعني ده انا عمري ما شلت شي لتقيل لا هو ناسي ناسي ان هو وقع مرة بالعربية في حفرة او ركوب المواصلات اللي هي اللي فيها مشاكل كتيرة زي العربات الصغيرة والحاجات دي وموتسيكلات والحاجات دي وخد بها مطباط وتزحلق ووقع الحاجات دي كلها ما بتسيب أثر ست البيت اللي في البيت اللي هي بتتزحلق في السيراميكو وزحلقة نازلة السلم حاجات مشهورة جدا الزحلقة وانت في البنيو والزحلقة وهي خارجة من البنيو انت عارف ده دي كده بتبقى يعني بصمة معارفينها يعني في الناس والحقيقة بيبقى لها مشاكل بقى كبيرة جدا ما المقصود بالغضروف القطن يعني ده ما يحدث فيه الصغيرة هو هو تركيب العمود الفقري الحقيقة يعني بديعي جدا وربنا خلقه في تكوين رائع وعظيم يعني هو عبارة عن مجموع الفقرات يعني المنطقة القطنية هم عبارة عن خمس فقرات خمسة بس والخمس فقرات ما بينهم خمس غضريف يعني فيه غضريف كل ما بين فقراتين فيه غضروف والغضروف ده ببساطة جدا هو عامل زي الكويتشا كده هو عارف زي زي الدونالتس كده اللي هي المدورة ومحش حاجة يعني عارف جواه حشو هو بيبقى عبارة عن من برا حلقة من الالياف فايبر كده وجواها مادة جيلاتينية التكوين بتاعها اللي ربنا خلقه علشان تتحمل الصدمات وتتحمل الضغط وتتحمل التحميل اللي هو التحميل الرأس على عمود الفقر بمعنى ان انا لو شايل انا بحمل على ايه على الجزء بتاع الغضروف الفقرات لانها صلبة بتنقل الضغط بتاعها على المنطقة الليينة او الضعيفة في العمود الفقر اللي هو الغضروف الحقيقة فسبحان الله في الغضروف يتضغط جمي جدا مع تكرار الضغط على هذا الغضروف بيحصل حاجتين نمره واحد بيفقد السويل اللي جواه يبدأ ينشف فالغضروف ده جواه حوالي كم وتسعين في المية منه مية تبدأ كمية المية بتاعته تقل مع كتر الضغط اللي عليه بيتعصر المية بتاعته تقل فيبدأ يحصل حاجة بما يسمى تشقق في الجراب اللي في اللي حواليه يحصل هنا فيه اللي يا ربا زي ما يبقى عندنا مثلا الفرد الكويتش بتاعت العربية مع كتر الحمولة عليها تبدأ تطق وتحصل فيها شرخي كده بالطول او حاجة وبعد شوية تلاقي الجزء الداخلي يخرج منك ده اللي بيحصل عندنا اول حاجة هينشف المية بتاعته بتقل تاني حاجة تحصل للإصابة اللي هي القطع طيب الموضوع ما بيقفش على كده هو اللي ماشي ما بين الفقرات وبعدها ده اسمه عصب العصب ده مفروض له مساحة يتحرك فيه لما بيحصل هذا التضاغط المسافة دي بتقل فيبدأ العصب ده يندغط ما بين الفقرات ويبدأ الغضروف ده يتحرك يرجع لورا فانضغط ما بين العضم وهينضغط كمان ما بين الغضروف تبدأ الفقرة نفسها تضعف يعني اللي بيمسك الفقرة الغضروف جزء من الحاجات اللي بتربط الفقرات ببعضها فالفقرة تضعف فعلشان تقوى تاني الفقرة تبدأ الأنسجة او الاربطة تتضخم اللي هي مسكة اللي هي البنسمال ليجمنز تبدأ تتضخم علشان تمسك الفقرة أكتر لما بتتضخم هتضغط أكتر على العصب يبقى العصب انضغط من الغضروف انضغط من ضيق المسافة بين الفقرات انضغط من الوسيلة الدفاعية بتاعت الجسم نفسه اللي هو من الاربطة انضغط لما الغضروف بدأ يتآكل والعظم بدأ يضغط على بعضه ويكحد في بعضه وتنزلق الفقرة فبدأت تشد على العصب كمان العصب في الآخر اتفعز جامد جدا انضغط جامد جدا بدأ يحصل فيه مشاكل وهو ده اللي بيدين من البداية الألام اللي الناس بتسميها زي عرق النساء او التهاب العصب الوركي او المتلازمة الكمسرية او حاجات كتير جدا مسميات كتير جدا جاد في المنطقة دي بس هي خلاصتها ان يبدأ يحصل ألم ممكن تحصل في الظهر ده ربعين لستين في المئة من الناس يبقى عندهم ألم في الظهر في ناس عندهم كل المشاكل دي كلها وما يجيلهمش ألم في الظهر ويبدأ يسمع في الأطراف وكلمة عرق النساء انت عارف كلمة عرق النساء دي اطلقت سنة كم؟ من 1451 يعني احنا بقلنا أكتر من 600 سنة الناس متعارفة عندها كلمة عرق النساء ده حقيقة هو النساء ولا النساء هم كانوا بيسموه عرق النساء يعني عرق النساء بس هي تطورت الترجمة بتاعة العصب الساية تكنورف اسمها عرق النساء فهي جات بقى عرق النساء والنساء من الستات اللي هم كانوا بيوطوا بيشتغلوا بيشيلوا كتير وكانت في الصورة في الكتب القديمة دايما يجيب لك الستة أو ربة المنزل وهي قاعدة على الأرض وعلى ركبها وبتمسح في البلاط أو بتمسح الأرض كده وبتعمل فده كان بيضغط على الغضروف وفي نفس الوقت انت بتعمل أقصى اختبار العصب انت عارف أقصى اختبار العصب ايه انك تتني الرجبة لفوق الرجل لفوق كده كأنك بتضمها على بطنك وفي نفس الوقت انت تاني الرجبة من تحت وضم ديت على نحة البطن فانت بتشد على العصب اللي وسعتك نار بتعمله ستريتشن جامد جدا عشان كده أهم اختبار عندنا في تشخيص المريض هو ايه بنسميه ستريت ليجريزنج نام ورفع رجلك أنا مجرد ما شدته بدأت ترفع رجله العصب هينضغط مع الغضروف هنا اللي بيحصل بقى في العرق النساء الغضروف شايف الخطوط اللي بالعرض دي بدأت يطاقه تشققات خرج من برة الجسم عايز يمسك يحصل زواد عظمية يحصل ضيق على مستوى العصب العصب تزنق شايف السوستة اللي ربينا خلقها الطبيعية دي معدتش موجودة مع الحركة الفقرة تنزلق إلى الأمام وتحركت كل ده بيضغط على مين على الغلبان اللي خارج اللي هو زي كابل الكهرباء كده فيبدأ يدينا إشارات عصبية قوية جدا تسمع في الأطراف يعني فيه ناس بيبقى شكويته وقالك أنا بحس بكهرباء بحس بتنميل بحس بخدلان وبيوصل لحد فين بقى صبعي الكبير لا صبعي الصغير لا مشت الرجل لا القدم بتعرج يعني زي ما بيقولوا ويزود الطيم بلة أو يعني أضف إلى الشعر بيت إن اللي بيحصل أكتر في حياتنا اليومية إن احنا مبطلش شغل سواء رجالة أو ستات ست البيت عندها حمل متكرر وكل شوية فيه حمل وفيه شغل في البيت وفيه خدمة لولاد وفيه مسؤوليات المنزل وفيه اللي بتشتغل وبتقضي شغلها وأول كلمة بنيجي نقولها حضرتك لازم راحة في العلاج تقولك ته بجيب الراحة منين تبريح إزاي ده أنا عندي ربنا يخليهم لك وربنا يقويك عليهم يديك أعذار علشان ده انت عندك عربة خمس عيال وبتخدمي فيهم وبتخدمي في أبوهم والبيت فيه كبير ومش عارف إيه وعندك شغل وبتنزل شغلك وبترجع وبتركبه مواصلات مش هديك عذر هو لا هيديك بقى الأعراض بتاعت المرض انذار في الأول وجع تنميل خدلان الإحساس بالكهرباء الإحساس بالتقل بعد شوية بقى التقل بقى ييجي هنا العضلة العصب العضلة دي بتشتغل إزاي فيه الكبل الكهرباء اللي بيوصل هو العصب العصب مش هيوصل الكهرباء لإنه انضغط أو لو هيوصلها بيوصلها بطريقة خاطئة تبدأ العضلة ما تشتغلش أقوم الصبح مش عارف أخد أمتي أنزل من السرير مش عارف أقف كنت قاعد في العربية أجي أفرد وسطي أو قاعد على المكتب عقبال ما طلع كده والعضلة تفرد معاه وابدأ أخد خطوتين الموضوع بياخد وقت ودي شكوى الناس مش رابطها بالضهر ولا رابطها بالغضروف بعد شوية تبدأ العضلة دي من ضعفها تبدأ تخس يحصل ما يستمد أمور في العضلة تلاقي الرجل بدأت تخس عن الأول يقول لك شايف أنا لما بمسك العضلة بتاعت السمانة بتاعت رجلية خست ما عدتش زي زمان العضلة بتاعت الكاف ماسلز من تحت اللي هي التحتانية دي بتاعت الرجل بدأت تخس السمانة بدأت تخس العضلة الرباعية من فوق بدأت تخس القادة بتقول العضلة التي لا تعمل بشكل كف بتضمر وتضمر والضمور بتاع العضلة ده بقى بيمر مرحلتين الأول يبقى فيه نسبة ضمور لكن فيها قوة يعني تقدر تتحرك بعد كده ضمور وتفقد القوة يحصل فيها ايه؟ ضعف يجينا في الآخر المريض ماسك عصايا الأول بعد كده ماسك بتاع اللي هي اللي عامل زي حرف يو دي السنادة دي بعد شوية ده جاي متشال أو متسند على حد أو جاي على كرسي بعجل هل الناس بتفكر بحالة الإهمال بالضبط بقى هل الواحد قبل ما بيصل إلى هذه المرحلة بتاعة كرسي بعجل ده بيفكر إن ممكن يحصل له ده؟ لا إحنا ما عندناش الرؤية المستقبلية للمرض إن المرض بيتطور المرض بيتطور والمرض بيزيد واللي بيحصل للناس كلها ما هو ممكن يحصل لي إحنا عندنا دايماً لا أنا بشوف الناس بكرسي بعجل بشوف الناس ماشية بكيس بول في إيديها وما عادتش بتتحكم في الإخراق بتاعها بشوف الناس عندها مشاكل كتيرة جداً لكن أنا عند الغضروف بقى لعشرين سنة لا مش هيجيلي ليه مش هيجيلك؟ وبعدين تسمع العجب يعني أنا الغضروف ده معايا ده من عشرين سنة قالوا لعملية وأنا مرضتش وهربت من العملية؟ لا برافو عليك أنت هربت ده أنت شاطر جداً طب هو الهرب ده قد إلى إيه بقى؟ الغضروف كبر الفقرة بقت سايبة الفقرة تحركت من مكانها هاو شوف عندنا هنا هاو اللي بيحصل الفقرة انزلقت الفقرة يعني بدأت بنزلق غضروفي وعلى فكرة انزلق غضروفي مش كله درجة واحدة ده أنا عند خمس درجات من الانزلق غضروفي تلاتة منهم قابلين للعلاج يعني عند غضروفي الأول يبدأ يصغر كده وبعد كده تبدأ الحلقة بتاعته تنشف شوية بعد كده يبدأ يضطع العصب كل ده ده بقى ما يسمى عرق النسف الأول الألم مع الكهرباء اللي نازل بتضرب في الرجلين ها وتأثر على منطقة الحوض وتأثر على الإحساس بالبول أو البراز أو الإخراج يضاف على ذلك لو أنا وزن زيادة لو أنا سكري مش مظبوط لو فيه شغل كتير لو فيه مجهود زيادة الفقرة تحركت من مكان هي ما تحركتش الوحيدة لأن العصب جواها بتاخد العصب والضفيرة العصبية معها وتتحرك تدينا بقى الأعراض بتاعة الانزلق الغضروفي مع الانزلق الفقاري ونبدأ هنا بقى ندخل في مرحلة أن الألم بقى في الظهر كمان يقولك أنا في الأول كان ميزر في الرجلية دلوقتي بقى ظهري مش قادرة في الظهر ده أنا لما بنام بس تريح هو ليه بنام بس تريح بنام على ظهري بالذات لأن الفقرة ما هي بترجع بترد طب دي علامة حلوة اللي علامة وحشة علامة وحشة جداً معناها أن الفقرة سايبة مش ثابتة ولا مستقرة يبقى أنا لازم أتدخل يبقى أنا لما يعني أتدخل كطبيب إن أنا أشخصه وبعد كده أحدد وسيلة العلاج اللي موجود ده نوع من أنواع العلاج ده حاجة إحنا بدقين بها كده إن هي حاجة جميلة جداً وحاجة حديثة جداً كنا زمان لما بلاقى الفقرة المكسورة أو المتحركة أو السايبة بنركب شرايحه المصامير الشرايح المصامير العادية دي كان بتثبت كويس جداً ولكن كان بتمنع العمود الفقر من الحركة فبتعمله تسبيت فمع أقل وقع أقل خطة يا المصمري يتكسر يا الشريحة تتقطم يا الفقرة تتكسر واخد برحلة طوروا إلى حاجات بيسمها الدعمات أو المسامير الحركة لها أجزاء متحركة ومادة تايتينيام قوية جداً تتحمل الصدمات وفي نفس الوقت تسمح معنا بالحركة طيب الغضروف لما بيبقى كان موجود كده جميلة هوا لا مع الضغط عليه بدأ يخرج هيعمل لي أول عرض إيه بقى لمس العصب العصب بدأ يكهرب يديني الأعراب بتاعة الكهرباء تنميل خدلان مش عارف إيه ضعفت التحميل بقى على العظم العظم هنا تكسر دي اللي بيجيب بقى زحزاها الفقرين يعني هي بدأت بنزلها غضروفي كسر إنا مش هحس بيه الإنسان اللي عجبني أوه في الانيميشن إنهم جايبيني الانيميشن ده في تكوين رياضي الرياضين معرضين للإصابة ده هي المشكلة بقى وخاصة في السن الصغير الشباب بقى اللي هو راح الجيم اللي راح الجيم وفرحان بالجيم وبدأ يشيل بالضبط يشيل شيل هو داخل عايز يعمل شيب ويكبر العضلات هو مش فاهم إن الشيل التقيل هو مش بيعمل كده يعني الفيتنس بتبقى أفضل أشيل أوزان خفيفة لمدة طويلة هيجيب معي النتيجة أفضل وتعمل شيب أجري على التريد ميل واستخدم العجلة واستخدم الحاجات بتاعة الشيست والكلام ده كله لكن أنا بدخل بقى أبدأ أشيل قب وطي ارفع مفيش الحمل تقلو يكافئ قوة عضلة الظهر أو ساعات يزيد عنها تبدأ العضلة تشد غزبا عنها فتبدأ تحمل على العضمة فالعضمة الضعيف ده اللي معادش فيه غضروف سنده كويس يبدأ الغضروف يتضخم الأول بعد كان ممكن ينفجر الغضروف بعد كان الفقرة تبدأ تتحرر يجينا بقى أبو 18 سنة و20 سنة و22 سنة بيبكي ده الوجع بقف شوية بموت من الألم لو مشيت مثلا كان بيمشي الأول 5-6 كيلو وكان بيمشي 6-7 محطات دلوقتي معادش يقدر يمشي مثلا 500 متر ده أنا ممشي 500 متر بتعب ده أنا بقى في بتعب ده أنا بقعد على الكرسي بتعب فدخلنا بقى في مشكلة ما تسمى بقى المضعفات ضغطة على العصر طيب أنا لو سبته خلاص أنا فدائي بقى وبتحمل الألم أو لجأت بقى للطريقة الخاطئة عبي مسكنات والمسكنات ومخدرات وحاجات تقلل الكهرباء اللي في العصب وحاجات كتيرة منها سواء بطريقة شرعية أو بطريقة غير شرعية وحاجات كتيرة يعني فيه ناس بتاخد سكنات بونقا على على وصف كتاب هلا وفيه ناس بتروح تجيبها من تحت سلم ومن تحت السلم وبيجيبهم يعني حاجات تصل إلى درجة المخدر ودي كارثة هو فاهم أن أنا بتغلب على ألم كده وأنا مش محتاج ده كاتر احتاجهم في إيه ما الألم بيروح الموضوع مش الألم ده الألم ده هو نقوص الخطر وهو الإنذار اللي بيقولك خلي بالك ده المصيبة جاية بعد شوية ده بعد شوية العصب ده هيفصل ده بعد شوية ممكن يحصل لك سقوط في القدم بعد شوية يحصل لك تسايب في البول بعد شوية يحصل لك عدم إحساس في المنطقة بتاعته الحوض بعد شوية ممكن الحالة الجنسية اللي انت بتدور عليها وسعيد بيها بتختفي منك وبتروح ويبقى عندك في البداية سرعة قصف بعد كده تنتهي الموضوع إلى فيش انتصاب مشاكل كتيرة جدا والمشاكل بيعاني منها الرجالة وبيعاني منها السيدات تلاقي السيد تقولك ده أنا مجرد موقفت بتيجي توقف كده البول بيسيب مني ده أنا لو كحت كحية بحس زي طلقت الرصاص في رجلية وفي نفس الوقت البول بيبدأ يفلت مني وهي ما عندهاش أي مشكلة خبكة العصاب جدا ومعقدة يعني احنا ما نبسطش الموضوع قوي كده فعشان كده لازم نتدخل في وقت من الأوقات يعني عشان نطم الناس بنقول إن 80% من علاج الانزلاق الغضروفي طالما إن احنا في البدايات بتاعته بيتعالج علاج دوائي وبيخف لكن ببقى مبسوط جدا لما يجي لي واحد بقالي يقولك أنا بقالي 20 سنة وأنا عند الغضروف وجاي عايز برضو بكمل دواء أنت مجدش إلا لما كل أدوية فشلت يقولك أنا كل ما أجرب حاجة ما عادتش بتجيب نتيجة طيب اللي فضلك عندي إيه؟ إن أنا ممكن أقولك على تدخل نبدأ هنا بقى فترة المقوحة والفقرة بتاعت الرفض لأ أصلهم بيقولوا العملية بتعمل يا باشا ما أنت العملية بتشل؟ طب ما أنت هتتشل من غير العملية العملية هتعمل لك سقوط هيجي لك سقوط في القدم من غير العملية احتمالات إن ده يجي لك في العملية النسب بقى قليلة جدا لا تتعدى من 1% لـ 5% ده عالميا يعني في الدنيا كلها المضعفات دي وارد أنها تحصل ولكن لو أنت ما عملتش العملية ده هيحصل لك بنسبة 100% فالتدخلات النهاردة الحديثة بقت جميلة جدا في كمان ده عيّة دلوقتي من تدخلات ده بحدودة التدخل جدا ما كل شغلية النهاردة بقى أنها مشتعل مبدئيا يا إما نظير يا إما جرحة ميكروسكوبية والاتنين دولة فايدتهم كبيرة جدا يعني هنا مثلا ده مريض عنده غضروف وهتشوف دلوقتي الغضروف عاملة في العصب ميكروسكوب الجراحي فتحة صغيرة جدا بنبقى شايفين بالعدسات ده الغضروف شايف ضغط العصاب وحدفها على جنب وفعصها ما بينها وما بين الغضروف ما بين العظم أنا دخلت شلت عملت زي نافذة صغيرة جدا في العظم بدخل بالدريل كده وأوصل لمنطقة الغضروف أشيله طيب الكلام ده ينفع والعظم بتاعي قوي طب لو حصل شرخي في العظم زي اللي شفناه من شوية مش هتنفع زي الطريقة ده اللي لازم أدخل بقى جراحة ميكروسكوبية وفيها فتح وادخل واعمل تسبيت والنهاردة التسبيت بقى ضرورة من ضروريات التدخلات الجراحية لإن إحنا النهاردة ما بنشوفش العيان اللي عدى هزي المرحلة بتاعة الغضروف بس غضروف بس ده ما عندناش منشوفها كتير بنفرح أولا ما لقى عندي جاي لغضروف المريض بغضروف بس فقط لغير ده جاي مبكر ده جميل قوي ده حلو عملية جرحة قدك ده عدخل واشيله وساعة زمن طلعنا من العملية زي الفل وريئين تماما بعد ثلاثة أيام انزل شغلك ومارس حياتك دي بنسميها تدخلات محدودة ماش كيف؟ لكن لما بيجي لي بقى عنده بدل غضروف خمسة جبتهم ليه؟ أصل ما بيجوش خمسة مع بعض ده الخمسة واحد وسبناه بيجيب التاني لأ ده جالي بقى والفقرة بدأت تتحرك مع بداية الحركة في البداية أقدر عمل له حاجة زي كده دكتور عين إيه دي؟ شايف الدباسة اللي احنا عملها دي؟ دي بجيب الفقرة بدأت تسيبها ده المفصل بتاع الفقرة ألمه على بعضه الأول عارف زي النجار اللي بيعمل حتتين خشب ويلزقهم في بعض بيجيب حاجة كده زي بيسموها الأمطة كده تجيب الحتتين دولة ويلزقهم في بعض واعمل ثقب ده برضو بالجهاز هدخل أنا لميت المفصل كان مفتوخ خالص قفلته شايف المنظر؟ قفلناه طيب بعد كده بعمل ثقب ما بين المفصلين دولة قدام وراء أنا حاطت وراء المفصل التحتاني ده خلي بالك لسبب لأن العصب ماشي وراه فأنا بحمل عصب بحاطت حاجة كده علشان أحمل عصب اللي هي عاملة زي الهوك دي بحمل بالعصب وبدخل بعد كده مصمار صغير عارف؟ اه أنا بعمل ثقبهوت اللي موجود جوه العظم نفسه في المفصلين المفصل بتاع الفقرة الفقانية اللي هو الأولين اللي تحتين مفصل بتاع الفقرة التحتانية هو كان بدبس رحيات دي شوف الدبوس بقى جاي دبوس فعلا ما هو جاي دبوس هو على شكل مصمار دي من الحاجات الجميلة جدا بس لها وقت يعني ما تنفعش في الأفضرجة أولى ولا في درجة تانية ولا في درجة تالتة دي بنسميها لما يبدأ تزحصح جوه المفصل نفسه وقت بالحركة دي نقدر نشخصها بالأشعات وبنعمل حاجة بنسميها ديناميك فيوز اللي هي إيه الأشعة الحركية في وضع الحناءه بتاع بصوا المصمار هنا أنا جبت المصمار أهو بتدباسة برضو دي ببدأ أدخله بحيث أنه يعدي النحيتين ها؟ يبقى أنا مسكت ولميت الجزء ده على بعضه ولازم أعمله على النحيتين يعني يمين وشمال يعني أنا لو عندي المفصل الشمال بس هو المفتوح ما أقدرش أعملها كده بس في الشمال اللي وحده لازم أجي على النحيتين وأعمل إكسبوجر وأبدأ أعمل هذا الكلام ده اللي بنسميه إيه؟ تثبيت على مستوى المفصل بتاع الفقرة طيب دي أول درجة من درجات الجراح الموضوع الفقرة سايبة ومش فقرة بس ده أنا دخلت بفقرتين في ثلاثة في أربعة في خمسة طيب إيه رأي حضرتك ساعد بنوصل لست فقرات فسوع الفقرات وعدينا المنطقة الصدرية كمان ها لازم نعمل حاجة تانية بقى بنسميها التثبيت المتعدد تثبيت المتعدد أبدأ أدخل بنفس الفكرة كده وبين كل مدخل فقرة يمين وشمال وأبدأ أركب اللي بنسميها دعمات الحركات ممكن أركب على مستوى فقرتين ها على دي دي مثلا فقرتين الفقرة الخامسة والعجزية الأولى ها ببدأ أجهز نفسي طبعا لها مدخل بطريقة معينة يعني أنا مش زي حتة خشب بربط فيها كده ده أنا عندي حوالي أعصاب وشريين وكمية أوعية دموية وأوردة حاجات جحيم يعني لأن اللي قدر أب جد الناس عال بتقوموا تخيل الموضوع سهل وبسيط لا هو مش سهل هو يعني هو بقى سهل لأن ربنا سبحانه وتعالى سهل هنا الحقيقة لكن موضوع معقد جدا واحتمالية المشاكل فيه وردة وأخذ بالحركة آه عملنا كده دخلنا بالأجهزة ولازم بيبقى فيه مسارات معينة تقدر نمشي فيها وصلنا نبدأ بقى شايف ده الفقرة اللي سقطة ديت أنا برجعها الوراء وبشدها أبدأ أشدها وما ينفعش تشدها فجأة لأنك لو شدتها فجأة ممكن العصب اللي هو بقى مرخي ده يقوم جاي عامل زي حرف يو كده وحتى منه تقوم دخلها تحت الفقرة مفصول معايا فيه لازم زي ما بقول كده انت بترجع دي وبنفس الوقت انت بتشد العصب ايدك عليه العصب رجعه بالراحة خارس بتريقة طبعا تجراحة مكنسكوبية انت مش بتشد كده لكلها أجهزة والرؤية عندنا هنا مكبرة عملنا التسبيت يبدأ نعود تاني من التسبيت طيب لو عندنا ثلاث فقرات أربع فقرات خمس فقرات شو بقى خاصيت المصمرات ده عامل ازاي بيتحرك في رينج موفمت خمسة وعبين درجة شمال خمسة وعبين درجة يعني بيجيب تسعين درجة يمين وشمال وفق وتاح كان زمان بيخافوا من التسبيت على السنو هيلمت ما هو كان اسمه تسبيت عشان كده سموا ده ده بيسموه تسبيت حركي ومعديتش الشريحة المخرمة اللي هي كتحط حديدة فيها خرام ديت لأ بقى الموضوع حين عبارة نشوف دي السامولة بتاعته لها سريشن بشكل معين عامل زي النجمة كده والنجوم دي تلاها وظيفة مهمة جدا ان هي بتضغط بدرجة معينة وتمنع انها تفك هي بتعمل لوك لوحد دي ما نعرفش تفكها كده إلا بجهاز بتاعها يعني انت ربطها خلاص هي قفشت على كده وقفت على كده مش هتفك تاني ما تفكش إلا لو أنا فاتح جوه وفكها لكن فيها انواع طبعا بتبقى رديقة جدا يعني ممكن يعني نعمل أشياء بعد شوية تلاقي جينا ناس كده مصمار مقصوم ثلاث حيطة ومفكوك شوف ده التركيبة بتاعتها بقى في الآخرة هي ها شايف رأس المصمار متحركة ودي تكنولوجيا أول ناس دخلوا الكلام ده كانوا الألمان الماء المتحدمين جدا الألمان والأمريكان عبلوا الكلام ده بس الألمان هم البيونير والحقيقة برضو اللي متقدمين جدا في هذا المجال ده الفرنسويين يعني فرنسويين يعني كانوا من الناس السبقين في جراحات العمود الفقر لكن هي مشهورة أن الماتيريلز الألماني دايما بتبقى دلوقتي أرخص في التكلفة وفي نفس الوقت يعني يعني بتستحمل وبتشيل لأن دلوقتي بقينا كمان مش مجرد نح نعمل عملية ده احنا العملية بنفصلها يعني إيه بنفصلها أنا بس ألحا داكت الحركة بتشتغل إيه أصل اللي قاعد على مكتب واللي قاعد قاعدة مريحة غير اللي بيشتغل في أعمال المعمار مهندس وبينط من على سقالة عامل وبيشيل حاجات على كتفه واحد بيسوق عربية مسافات طويلة جدا لا الموضوع بيختلف يعني بابقى عارف أنت إيه والحاجة التانية في التفصيل بتاعتنا بنشوف الوزن يعني اللي وزنه ستين كيلو سبعين كيلو وغير اللي وزنه مئة وعشرين كيلو الحاجة التالتة بتشوف كسافة العظم العظم ده مثلا أنت بتركب المصمر ده أو الدعامة دي نجوه عظم هل العظم ده قوى اللي ضعيف؟ ما يفرق يعني أنت لو عندك مصمر بتحطه في خشبة والخشبة دي ضعيفة وبايشة ومخلوعة كده من أقل حركة هيخرج يقم هيكسرها طيب لو لو هي قوية ومسكة نفسها يبقى أنت ضمنت الأمان له طيب لو الدنيا سايبة وغصبا عنك لازم تسبت فساعتها بنعمل حاجة بقى تانية بنسميه المصمر ده فيه في المسامير دي إن أنا ممكن نحقن جواها بنحقن مادة زي السمغ كده مادة أسمنتية قوية جدا هتدخل تمسك المصمر في الفقر أخذ برحة لك يعني العلم دايما بيوجد لنا الحلول بس إحنا نسمع كلام العلم قبل ما نمشي بقى قولي بقى تطاطر الرأس عشان دي حاجة ألاقي أه لأ ده فيه داس محترفين يعني يعملوا كده يعملوا كده ويحسن هي الحقيقة بتحسك بالراحة في الأول يعني شوية لإن في بعض التقطات دي بيبقى عبارة عن الزواد العظمية دي بتبقى موجودة فهي بداية الالتصاق هي حاجة بتحاول تمسك في حاجة لما بتعمل كده التقطات دي انت بتفكها في الأول الحمد لله ما تكوناتش بس دي تبقى ساعات بتقوم جاي العظم دي يتفت فتفت صغيرة جدا ويبدأ يكون عظم جديد أقوى من الأولين انت تديته الماتيريال اللي هي تعمل لك خرصانة بقى كتلة خرصانية جوا الحاجة التانية بتسيب المفصل نفسه يعني تكرار الحركة دي هو الفقرات ربنا خلقها تننفق بعضها رجب على بعض كده وفيه أربطة بتمسكها انت كل ما بتحرك زيادة الرباط ده بيسيب يعني انت زي زي أي أستيك بتقعد تشد فيه تشد فيه فاندم الأستيك بتاع البنطلون نفسه كل ما تلبسه بعد فترة طالت البنطلون ممكن يقع لوحده ليه؟ استخدام الأستيك فترات طويلة بتاع الشراب بيقع لأن الأستيك بييه؟ بيضف كده هنا في الرقبة بيحصل نفس الكلام الأستيك ده بيتمطي يتمطي يتمطي إلى أن الرقبة تيحصل فيها حاجة اسمها سبلاكسيشن سبلاكسيشن دي كارثة ان الرفاق ربط هتتحرك هي هتتحرك لوحدها في الشارع ده بتتحرك وماسك فيها نايم عليها الحبل الشوكي فكل حركة منها قاعدة بتغبط فيه بتلط في الحبل الشوكي وتغبط فيه فده ممكن يعمل إصابة في الحبل الشوكي يعمل ضمور في الحبل الشوكي يعمل ضمور في العصب الطرفي اللي هو داخل على الدراعه بتاعه وفيه ناس يعمل العملية ويشعر بعد العملية لمدة 6 وشهر لسنة بواجع نفس الواجع ونفس التجميل ونفس الخدلان هو ساعات أول فكرة تيجي للعين وقالك العملية فاشلة عملية مش فاشلة عملية انك حاجة جدا بس هو القصة أن الجزء اللي حصل فيه التلف بتاع العصب ده العصب الطرفي اللي هو جاي على الجنب ده هيبدأ يعوض نفسه 6 شهر لسنة بيتحسن لكن لو كان هذا الإصابة موجودة في الحبل الشوكي ما هتفضل من لازماك طب ما لعملت العملية ليه ده أنا عملت عشان أنقذك من شلل مؤكد جاي كان هيحصل شلل؟ آه الرقبة بتعمل شلل رباعي ايدين ورجلين الرقبة ممكن تجيب جلطة في الموق آه الفقرات اللي أنا كاية تجيبها ممكن تعمل مشاكل مع الجهاز الهضمي وعدم التحكم في الإخراج والأكل اللي ما بيمشي الدنيا مكالكعة جدا في بعض الأحيان بنصل إلى مضاعفات عنيفة جدا ما نتمناش إن احنا نشوفها الحقيقة انت أسعدتني كلا عادة بحوارك المؤمنتها دوت وقالينا أقول لكم إنه الحلقة دي متصلة بالحلقة اللي فاتت اللي هو العمودة فقر كله الغضروف العنخ النهاردة المرة اللي فات الغضروف القطنة فلازم نذاكرهم الاثنين مع بعض لازم نرجحهم الاثنين مع بعض القاعدة والنوم الغلط بتسبب مشاكل عادية جدا وضعية الرأس الخطئة في ناس بتدخل تتفرج عليهم عادية في كافية قاعد عامل كده بيتفرج علي تلفزيون او بتاع عامل كده ده ما عربش جايب القاعدة دي منين في في البيت طريقة المذاكرة الغلط طريقة شيل الشنطة للأطفال غلط طريقة القاعدة في المكتب غلط لا حاجات كتير غلط ممارسة رياضة الغلط في ناس آه في ناس في الجنب بتهرك في ناس بتشيل حديد يقعد يشيل حديد ويقعد يشيله على رقابته لو بوست البيت اللي بتشيل مرتبة على رقابتها وتطلع بقى دور الثالث عشان تنشر وفي ناس شغلوهم كمان بوست لقى واحد رفيع شيل 16 شكرت اسمنت فوق دماغه وطلع بيهم الدور مش عارف الرابع والخمس صقافة الشلع على الراس دي غريبة جدا عندنا ما عرفش لو من الوقت كل ناس بتبني بأدوات بأجهزة لا لسه ما نزال الطوب يتشيل كده لا الله يعنهم يعني الله يعنهم بس يعني انا بقول للمقاولين والناس اللي معاها فلوس المهندسين والشركات والمقاولين اللي هم بياخدوا البهاريس كلها يحنوا على الناس اللي غالبا دول ويجيبوا لهم الأجهزة نشيل الحاجة الغلبان ده غلبان جدا اصلا بتخيل يعني مسا بيبقى يوميوتهم 100 ولا 150 جنيه اه ويجي يطلطف عملية من دولة تضيع له اللي عملوا كله طول العمر ويستلف ويشحت ويبقى حالته حالة ويبقى صعب جدا يعني بيبقى لوحد نفسه يساعد بقدر ما يستطيع كده كمان هو بيبقى خلاص اصلا ما حاجة اعاقة ممكن ما نرشي كامل شو هو مش هيعرف اه هو متخيلة ممكن يعود الى الشيل ده تاني هنقول كلمة هقولها ايه شوف الأسباب اللي وصلتك لده ابعدها ابعدها وإلا هنحصل على نفس النتيجة تاني اصلا عملية مش ضمنك تعيش العمر كله سليم لا العملية عملت عشان تنقذك من مضعفات حكت هتحصل بس تحافظ عليها عشان محصلش ارتجاع للغضروف تاني ولا ارتجاع للمرض تاني مور تاني وعيس عالتاني ريف العزيز للسوس دكتور محمد صديق ودي كان في الناس الحلو خليكوا دايما مع ناس الحلو